ايوة الاحلامة العرب في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت بس عايز تفهم ليه ناس تكره صورة يناير ليه ناس تحارب صورة يناير واحدة واحدة كده في القعدة دي هنفهمها سوا السمصار هي كلمة من اللغة الفارسية استعملها العرب كدليل على معنى الشخص الوسيط بين البايع والمشتري احنا عندنا في المصر بين البايع والمشتري افتح الله لكن في بقى عند الفرس البايع والمشتري بينهم سمصار لكن هم استعملوها بدلالة تانية ان هي الراجل الدلال اللي بيدلل على السلعة عشان يبيعها اللي بيعمل بروموشن برومو عنها وقالوا ان الفرق ان الدلال بياخد السلعة لحد المشتري او بالبلد كده بيدل عليها السمصار بقى الراجل في النص ده حاجة تانية بيجول حد عنده تعال امعلم عندنا بيعة واحنا عايزين يسمصر عليها بس سيبك من التعريفات والغرق ده اللي مهم خلينا بس في القصة دي رغم ان المهنتين دول اللي هم السمصار والدلال المهنتين شريفتين يعني ما فهمش مشاكل ما فهمش حرام ولا عيب لما تكون افراد شركات انما بقى لما يتحول حاكم الى السمصار هنا بتعتبر دي خيانة للامانة تفريد فحق الشعوب النهاردة يا حضرات هحكي لكم عن الحاكم السمصار ولساعات يعمل مكس ما بين السمصار والدلال في الاخر لازم يطلع بمصدحة نفسه على حساب البايع والمشتري البايع مين الشعب والمشتري الخواجة القصة دي بقى شغالة في مصر من زمان جدا جدا شخصيات كتير في تاريخ مصر اتعاملت بالشكل ده هنشوف مصلحة كده في التاريخ المصري اسمها قناة سويس البداية من الخدوي سعيد اللي وهب الارض والناس اللي هتحفر مجانا لفرنسا وداهم عقد امتياز تسعة وتسعين سنة ليه؟ لان سعيد كان بيحب ديليسيبس ليه؟ بعض المؤرخين قالوا لان ديليسيبس كان بيهرب للخدوي سعيد من وراء جده محمد علي كان بيهرب له الماكارونا وسعيد كان يحب الماكارونا بعض المؤرخين قالوا الرواية دي يعني ان ديليسيبس كان يقعد يهرب له الماكارونا جوه كده يعني ممكن لأ ممكن آه بس كان بيحب ديليسيبس كان مكيفه ديليسيبس وفي الآخر بقى مصر ما نبهاش اللي اربعة واربعين في المية بس من قاسهم القناة اللي هي على أرضها اللي هي رجالتها حفروها بس مش مشكلة ده الخدوي سعيد دي صورته هذا الرجل اللي قيل انه بس دي عباس حلمي الأول على الفكرة ده مش خدوي سعيد لا سوري ده مش خدوي سعيد يا حضرات ده الخدوي عباس حلمي الأول هذا الرجل كان مختل عقليا في نظر البعض لكن سعيد له شكل تاني خالص الخدوي سعيد مش أنا اللي بقول الروادي عنه إنه ما ناس كتير قالت عنه خلاني نشوفوا المقال ده أو جزء مقال محمد الشازلي الراجل كاتب مقال عن يوم ما بيع أسهم قناة السويس وبيقول محمد عبمنعم الشازلي نشرة في الخميس عشر نوفمبر تبدأ القصة تلاتة نوفمبر تلاتة نوفمبر أو تلاتين نوفمبر عام 1854 عندما منح سعيد باشد لسبس امتياز لحفر قناة السويس وإدارتها لمدة 99 سنة وبمراجعة الامتياز ندرك مدى الجشع الذي يمثله ديزي سيبس من جانب ومدى السفة والتخازل الذي مثله سعيد باشا فالامتياز يعطي الشركة المسافة بين بور سعيد والسويس قرابة 190 كم من الأراضي المصرية ويفرض على مصر تقديم عمالة إدعملة مجانية للشركة بنظام السخرة وحفر ترعى المياه العزبة إلى أخيره والراجل ده الحقيقة لمصر ورغم كل هذا قدرت نسبة مصر في رأس مال شركة قناة السويس بـ 44% فقط من حصة الأسهم أن ما اكتتب فيه الخدوي بداية والأرض والعمل وترعة الملعة كلها لم تحسب لصالح مصر ولعل من أكثر الأمور استفزازا في قضية قناة السويس أنه رغم كل ما تكلفته إلا أن مجلس دارة الشركة لم يجلس فيه مصر واحد حتى النسبة دي بتاعت مصر اللي هي 44% دي لما جاء الخدوي إسماعيل استخدمها بسافة وحب البزخ دلل عليها وباعها بسعر رخيس جدا باعها بـ 4 مليون جنيه للإنجليز رغم أن يقيمتها كانت 72 مليون جنيه ده اللي حكاه الأستاذ الرافعي في كتابه عن إسماعيل ده يا رب تطلع صورة الخدوي إسماعيل ده الخدوي إسماعيل صح ما شاء الله طيب اللي حكاء عبد الرحمن الرافعي في كتابه عن الخدوي إسماعيل أنه باع الحصة بتاعت مصر برضو بـ 8 بخص نرجع لمقال الأستاذ وسيم عفيفي اللي كتب وسأل كيف باع أسهم إسماعيل أسهم قناة السويس بـ 4 مليون جنيه وهي قيمتها 72 مليون جنيه نرجع للمقال أو نروح سوري لمقال نهاية الرجل الإنجليزي اللي اشترى أسهم قناة السويس في قناة السويس لصالح بريطانيا ده الأستاذ أستاذ أستاذ اللي في هذا الموقع وبيكتب عن إزاي تباع إسماعيل باع حصة مصر بـ 4 مليون وهي تساوي حوالي 72 مليون جنيه استرليني طبعا لأنه كان على وشك الإفساء الإفلاس وقرر إسماعيل رهن موارد الدولة لسداد الديون وفوائدها وللحيلولة دون زال قرر أن تباع أسهم مصر في قناة السويس والتي تبلغ 176 سا باعها للرجل أو الرجل الإنجليزي ذات الزرائيلي نيجي بقى الواحد تاني سمصار برضو من عيلة محمد علي عباس حلمي اللي كان نموذج للحاكم السمصار الفاجر اللي حرد البرلمان على أنه يرفض تمديد امتياز قناة السويس للإنجليز وهو في السر كان بيتفاوض عشان ياخد عمولة ضخمة مقابل أن البرلمان يسكت ويمرر ده صورة الخدوي عباس حلمي التاني مش الأول ده التاني الراجل ده سمصار بمعنى الكلمة ده يا حضرات نروح لمقال بيقول الحاكم السمصار الخيانة كوجهة نظر للأستاذ جمال الجمل أستاذ جمال الجمل بيكلم على الراجل ده استوقفتني صفقة قناة السويس بين بولو والخدوي عباس حلمي التاني وحيرتني الأرقام التي وردت في الوثيقة الفرنسية 150 مليون تدفع على الشركة مقابل مد امتياز قناة السويس حتى عام 2008 نصيب الخدوي واحده تلق تلت المبلغ ده نصيب السمصار بولو 10 مليون بينما يتم توزيع 40 مليون على 40 حرامي أعضاء مجلس النواب المصطنع الذي تواطأ مع صفقة الخدوي السرية بعد أن رفض المجلس صفقة في العالم وبيقول الحاكم يعترض على تجديد الامتياز في العالم وفي السر بيأمر برلمانه برفض الصفقة والمظاهرات تعم الشوارع في السر وهو بيأمر البرلمان يرفض والمظاهرات تطلع في الشوارع اعتراضا على فكرة مد الامتياز بحيث تستمر من نهاية العقد الأول من القرن العشرين ولمدة قرن بينما الحاكم عباس حلمي في السر بيتفاوض مع وصيد فرنسي عشان يبيع عقد الامتياز خلصنا من أسرة محمد علي لكن فكرة الحاكم السمصار مش بس الحاكم ورجال الحكم السمصرة عبد الحكيم كان كده عبد الحكيم عامر ولو حكيت لكم عن الزعب حكيم سمصر على عبد الناصر وعبد الناصر سمصر على حكيم قصص تانيا اسألوا الراجل قلولوا له عشرة مليون بتاع الملك سعود اللي اداها الملك سعود لمصر راحت فين راحت لمين هو ده السر راحت فين العشرة مليون جنيه اللي الملك سعود ملك السعودية اداها لمصر في الوقت ده طب راحت فين الاموال اللي صدرتوها من الناس ما تعرفش السيسي بقى أخد أسوأ ما في حكام مصر عبد العصور تقدر تقول عليه انه السمصار الأكبر على تاريخ مصر ايه بقى الدليل عنا بقوله ده آخر إبداعات السمصارة عند السيسي القطر ده قطر التالج والفرنسي حاجة جامدة جدا صح اللي طلع وزير النقل بتاع السيسي يقولك رئيس الشركة شال خمستاشر مليون دولار من قيمة السفقة حبا في السيسي أنا عايز أقول لي مالك كامل وزير يعني يعني ايه الجملة ايه اللي بين السيسي وبين رئيس الشركة عشان إكراما للسيسي يشيل من السفقة خمستاشر مليون دولار يا رجل ده لو حرامي مش يعمل كده ده لو هيجوز السيسي في العلن مش يعمل كده والله ما يعمل كده ليه مش يعمل كده لأنه دي شركة بتقدم ورق للدولة بتاعتها درايب وحجوزات وورق دي مش عزبة دي مش طبونة دي شركة بتقدم آخر السنة ورق للدولة بتاعتها بتقول لها بيعنا كذا دفعنا كذا دفعنا عنات كذا عملنا كذا دينا دفعنا فواتير كذا يعني مش قصة بقى يعني مش قصة مصر الرجل الحبا في الشركة في السيسي خصم من الصفقة خمستاشر مليون أنا مش قادر أتكلم دولار اطلع بالخبر لو سمحت وزير النقل رئيس تلجو خفض سعر القطار خمستاشر مليون دولار حبا في مصر والسيسي بالله عليكم الخبر ده المنشط ده سيظل في التاريخ اضحوك العالم رئيس شركة جاي بيع لدولة فيخصم لها حبا في السيسي وسحره خمستاشر مليون دولار مش مليون مش خمسمائة ألف لا خمستاشر مليون انتو فاجرة في الأرقام ليه كده يا رجل ده أنا أبويا لو عنده شركة مش هيخصم لي خمستاشر مليون دولار بتكلمه مين يا كامل خمستاشر مليون دولار مرة واحدة طب مش مشكلة خلاص احنا هنصدق احنا عامنين زي البهايم اللي ماشيين وراك وهنصدق أوكي بس هو سؤال قبل ما نقفل يعني انتو متأكدين من الكلام ده كامل انت متأكد ان هو ما هو جايز ايش ما هو شوقي بيه له بيت شعر يا ربا في تكره بيقول ايه يا أحمد شوقي ببيت الشعر بيقول يقوله أناس لو وصفت لنا الهوى لعل الذي لم يعرف الحب يعرفه لو توصفت لنا الحب يمكن اللي من يعرفش الحب يعرفه فقلت لقد ذقت الهوى ثم ذقته فوالله لا ادري كيف فوالله لا ادري فوالله لا ادري كيف الحب يعرفه يعني انا من كتر مدوءت الحب مش قادر اعرفه خلاص هنصدق ان اللي بين السيسي وابن الرجل ده زي ما شوقي بيه كده فوالله لا ادري كيف الهوى يعرف خلاص اوكي حب خلاص هنعمله ايه بس الرقم بس هي الرقم متأكدين من الكلام ده هندور وراكم هندور ولو دورنا هنعرف اذا كان ده حب ولا جواز ولا علاقة تانية طب لو هو فرنساوي ما يحب فرنسا اكتر لانك يا كامل رحت اشتريت منه الصفقة دي في اغسطس اتنين وعشرين كان القطر الواحد باربعة باربعين مليون دولار يعني انت رحت اشتريت من الخواجة الفرنساوي دي القطر باربعين مليون دولار ها فيها ايه المشكلة فاش مشكلة خالص لا فيها بقى فيها لانك لما تروح للحقيقة هتلاقي ان فرنسا نفسها اشتريت نفس القطر بسرعة اعلى بعدنا بخمس شهور بثلاثين مليون دولار بس يا كامل احنا اشتريت القطر باربعين مليون دولار في اغسطس فرنسا نفسها اشتريت نفس القطر بسرعة اعلى بعدنا بخمس شهور بثلاثين مليون دولار بس يعني اقل فرنسا اشتريت القطر اقل مننا بعشرة مليون دولار عشان من دول في سر القطر واحد هتقول لي البيينة على ما ندعى كلام جميل قوي ايه المصدر المصدر ده نشوف كده المصدر ده يا حضراته تالجو الشركة نفسها موقع الشركة نفسها بدأت تالجو بتشغيل قطراتها بين المدن في مصر 28 ديسمبر 22 اطلع 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 اديني الترجمة بقى في اغسطس 22 منحت الشركة عقدا ثانيا لتصنيع سبعة قطرات ركاب اخرى في هذه الحالة للخدمات الليلية بقيمة تقريبية تبلغ 280 مليون دولار 280 مليون يورو سيشمل مشروع القطرات الليلية الجديد هذا بناء وحدات جديدة في مصنع الألفة ومدريد باسبانيا بالاضافة الى سيانتها في المرافق التي تمتلكها تالجو بالفعل في مصر لمدة 15 سنة يعني هتفضل تالجو في مصر عندها مقرات 15 سنة طلبت الشركة الفرنسية الخاصة لترين أو ترين عشر قطرات عليها السرعة من الشركة الاسبانية من الشركة تالجو الاسبانية اوكي عشرة تانيين اوكي اعلانة الشركة لترين الخاصة يوم الاثنين عن شراء عشرة خطرات عليها السرعة من الشركة الاسبانية تالجو مقابل 300 مليون يورو بهدف التشغيل في السوق الفرنسية في عام 2025 ده بعد مصر خمس شهور نشوف بقى الجراف الهلاخص ده كله الشركة دي باعت الاثرات لمصر بكام والفرنسا بكام نطلع بقى بالجراف ده كده اللي خليك اطلع ايوه السيسي السمصار بس بلاش تقوله عليه السمصار لأنه لسه منعرفش السمصار مجاز خايف واتدحك عليه نشوف نشوف صفقة قطارات التالجو الاسبانية وزارة النقل المصرية في 7 اغسطس 22 اشترت اشتري اشترت سبع قطارات بمتين وثمانين مليون يورو قيمة القطار 40 مليون يورو حل يعني مصر تعقدت في اغسطس 22 على سبع قطارات مجموعة صفقة 280 مليون يورو القطر الواحد باربعين نشوف شركة لاتران فرنسية في يناير اتعقدت على يناير 23 اتعقدت على 10 اطرات الصفقة قيمتها 300 مليون يورو قيمة القطر 30 مليون يورو القطر هنا في اغسطس 22 48 مليون يورو القطر هنا 38 مليون يورو 10 مليون يورو فرق في القطر دا اللي خلى عدد من الشخصيات والنشاطات يكتبوا زي الدكتور علاء صادق اللي طرح السؤال السهل رياضي سهل وقال لك احسب العمولة وكتب الأستاذ أو الدكتور علاء صادق الكلام دا وإحنا معاك هوا أسأل سؤال في امتحان الحساب وزارة النقل اشترت من أسبانيا من شركة أسبانية 7 قطرات سرعة 160 كيلو متر بسعر 40 مليون يورو لقطار وضمان قمصير عام فرنسا تعقدت مع نفس الشركة على 10 قطارات فائقة السرعة 330 كيلو متر في الساعة بسرعة القطار 30 بسعر القطار يعني 30 مليون يورو وضمان 30 سنة احسب عمولة الوزير واللي مشغالينه بس مش لقين دولارات السمسرة في كل مرة بتبقى فلوس بس ساعات بتبقى مواقف زي سمسرة أطرات الجنرال إلكتريك الخبر ده بيقوله هو من الجزيرة ثمن الصمت بالوسائق الجزيرة مباشر تكشف ملفات اشترى بها النظام المصري ريدا ترامب الصورة دي دلة جدا الصورة دي دلة جدا وامطت الجزيرة مباشر اللي ثامعا مذكرة خلعت عليها وزارة الخارجية المصرية الصفة السرية جدا وما تبعها من تعديلات بخط وزير خارجيتها سامع شكر نفسه تجاوبا مع املاءات البيت الأبيض شملت ارساء بعض العطاءات على شركات بعينها بالرغم من وجود عروض أكبر أو أكتر تنافسية وفق التقرير فإن القاهرة سعت حسيسا لشراء موقف سياسي تكبدت فيه نص مليون أو مليار دولار أنفقتها في شراء عدد من قطرات السك الحديدية من شركة جنرال إلكتك الأمريكية إلا أن الأعطال المتكررة وضعت النظام المصري في حرج بالغ دي صمسرة العين عينك في بقى الصمسرة المخفية شبه الحسن المخفية كده فموضوع مثلا زي المفاعل النووي الروسي زي بيقول الدكتور نايل الشافعي خبير الطاقة الدولي اللي قال الكلام ده صوت وصورة الديابة تلموا عليها في نهب بيسموه قرود اتنهبت مصر وما زالت بتتنهب روسيا شافت الكلام ده روسيا قالت طب أدخل أنا كمان أخذ أنهب لي حت أنا كمان فروسيا دخلت ورحت وقدت قرد مشموم غريب عشان صفقة مفاعلة ضبعة قالك الصفقة ديت بـ 25 مليار دولار 25 مليار دولار يعني أضخم يعني ضعف تاني أكبر قرد وخدته مصر 25 مليار دولار في حين أنه روسيا نفسها مدية مفاعل مشابه تماما للمقترحة على مصر مدية التركية المفاعل اسمه أككويو أككويو نفس المواصفات وتقريبا نص التمنى نص التمنى ست سورة دي الصفقات اللي باينة واللي مش باينة إلى آخر الصفقات السمسرة المفضوحة في هذا العصر من المخدرات للسلاح للبترول للغاز وأنا قلت مخدرات آه طب يدخل مخدرات في القصة دي أيوا أنا قلت مخدرات خد بقى الخبر ده زعيم عصابة مخدرات تفاوض مع الجيش المصري لشراء طيارة هو أنا اللي يقول الكلام ده ده بلومبرج شوف يا رئيس اطلع بالخبر زعيم عصابة مخدرات تفاوضة مع الجيش المصري لشراء طائرات اطلع 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 فوق 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 سيبك من الطائرات دي كشفت تحقيق الاتحاد الدولي للصحافين الاستقصائين عن تفاصيل محاولة زعيم عصابة دولية آه لتجارة المخدرات شطر أسطول من طائرات النقل العسكري المصري من أجل البحث عن ملاز آمن وقواعد جديدة قريبة من مسارات تهريب المخدرات في إفريقيا باستخدام باستخدام شركات مسجلة إحداها في دبي وأوضح التقرير الذي ترجمته عرب وعشرين أن بارون المخدرات الدولي كانهان سعى من خلال شركة تدعى سيدريم لشراء تسع طائرات نقل عسكرية من طراز كذا من القوات الجوية المصرية كله إحنا شغالين في كله يا أبا أنا مع مخدرات تلاقينا مع بنادول تلاقينا مع ستات كل حاجة إحنا شغالين فيها شف تخيل بلونبرج السيسي سمصار حرب يستقبل الوقود الروسي ويعيد تصديره رغم العقوبات آه بقول لك كله الدين اللي بعده عمولات عبدالفتاح السيسي من شراء الأسلحة بالمليارات بدعوة الأمن القومي إحنا ناس بتقرب بنا السيسي حليف لواشنطن أم سمصار لبيونج يانج غاز إسرائيلي وسيل في مصر لينتقل إلى أوروبا الراجل شغال في أي حاجة أي حاجة يا بيه الراجل سمصار في أي حاجة وبعين لحوالي بقى سمصرا كله بقى شغال كده من قادة جيش للجدع بتاع سينة اللي اسمه ايه اللي هو الخطيب مضم عادة اسمه ايه إبراهيم العرجاني كله حتى لصلاح السيسي لأحمد السيسي كله شغال في السمصارة كله شغال في السمصارة عشان كده عمر ما كامل وزير أو السيسي أو الجيش هيخرج من عالم السمصارة ده كنوزة فتحت لهم وعشان كده برضه ما تصدقش قصة إن الجيش هيخرج من الاقتصاد أو هيبيع شركاته لأنه حتى الفينانشل تايمز ما صدقتش وسألت هل يقبل الجيش المصري تقليص دوره بالاقتصاد تسفع كده ده الفينانشل تايمز هل يقبل الجيش تقليص دوره بالاقتصاد فينانشل تايمز تكشف خطة السيسي للتعامل مع هذا الشرط للسندوق النهائد ودي أبرز بقى النقاط اللي جات في التقرير بتاهم بتقول لك إيه بقى اختصار الكلام انسى وخد البنزة اسمع بقى خد الجراف ده أبرز ما ورد في التقرير ده احنا نقرأ ليه اديني كده الله يخليك أيوة خطة السيسي للتعامل مع شرط صندوق النهائد في التزاماتها تجاه صندوق النقد الدولي في كل أحوال الدولة عايزة تحتفظ باحتكارها للقطاعات التي تتلقى نصيب الأسد من الاستثمار تقليص دور الجيش المصري بالاقتصاد سيتعرض للتأخير والتخفيف المتكرر الجيش لا يظهر أي التراجع وتوسع بالقطاعات التي من المفترض أن تغادرها الدولة بدلا من تقليص دور الجيش بالاقتصاد سيتم نقل الأصول لصناديق تابعة للسيسي وقد يلجأ الجيش لشركات خاصة تابعة له ولكنها فعليا تستخدم رأسما للجيش لن يسمح السيسي بخلاف مع الجيش على أمل أن تتحمل الحكومة بالشعب المصدر فينانشل تايمز البريطانية الكلام اللي ورايا ده مش كلامي أنا حاسبه فينانشل تايمز يعني السيسي عايزين يقولك السيسي هيعمل ايه؟ هي ماطل ويسوف ومع لش السلمدان بتولد ومع لش السلوات بيرضع فاحنا مش هنأجل يعني استنوا عينا يومين بس الى حين ما يصرى ونقعد نسوف ونشوف مين اللي باله طويل ومين اللي هزه عرفتوا بقى ليه كانوا بيقلبوا على يناير عرفتوا ليه بيكرهوا يناير عرفتوا ليه كان لازم يوقفوا ضد صورة يناير كان لازم يوقفوا الصورة لأنها كانت تفتح الببان دي كان يفتح مغارات وأبواب جحيم بتتسرق مصر وتتنهب من سبعين سنة وكان هيتسئل السؤال البسيط العبيد من أين لك هذا كان هيتسئل كل الناس دي من أين النهاردة يتسئل أحمد السيسي المستشار أحمد السيسي من أين لك هذا صلاح السيسي من أين لك هذا كل قريب السيسي من أين لك هذا لا ده السيسي كمان طالع يقولك يناير كانت مؤامرة لخطف البلد سوري بلاش انت لأن انت عملت ايه أصلا ده انت مش خطفتها ده انت مصمصتها ده انت يا راجل مش عايز أقول لفظ أتحاسب عليه ده انت ما سبتش حتة الحقيقة عضعتها أو زي ما بيقول لكاتب الصحفي مأمون فندي بيقول من يقول أن يناير كانت مؤامرة ففي ذلك احتقار شديد لملايين خرجت في الشوارع وربما غالبية المصيرة خرجت يوم التنحي في 11 فبراير وأنهم جميعا جهلا مغيبون عيب إهانة أبناء الوطن بهذا الشكل الناس ثارت ضد الظلم والإهانة اليومية لكن لازم يقولوا كده عشان كده طبيعي إننا نقول بكل اطمئنان مع النائب أحمد تنطاوي إن السيسي أسوأ من حكم مصر من 200 سنة شوف أحمد تنطاوي بيقول إيه اللي كان عدو برلمانهم يتجنبوا ويجنبوا للبلد مش إنه نعاند ونكادر ونفضل نردد كلام بإنه ليس في الإمكان أحسن مما كان لا اللي احنا شايفينه ده أسوأ ما يقول وأنا بقول تاني مطمئنان وده كلام علم مش كلام مناكفة سياسية إنه ما نراهي الآن هو أسوأ أداء لأي سلطة في آخر 200 سنة على البقاء وبشكل واضح السيد الرئيس الجمهورية الحالي يقدم أسوأ أداء في آخر 200 سنة على البقاء محمد علي جاء سنة 1025 1905 عدت 100 سنة 2005 عدت 200 سنة يعني 2023 23 دلوقتي يعني قول الخدوي إسماعيل جاء سنة 1863 تقريبا تقريبا يعني 200 سنة يعني من من بعد ما براهيم باشا مات والخدوي أزي ومحمد علي مات وعباس حلمي الأول مات يعني يقول تقريبا كده 200 سنة يعني من أول بعد محمد علي أسوأ حد مسك البلد من بعد محمد علي يعني من محمد علي ما فريدش يعني 23 سنة يعني بسوري محمد علي مين سماعيل مين عباس حلمي مين ده ما يحصرش جزمتهم ده هو أسوأ واحد جاء على عرش مصر في تاريخها يعني أنا أزعم إن أقري تاريخ مصر كويس لم يأتي على مصر حاكم بهذا الجشع إطلاقا وبهذا الإداء السيء يمكن هو أسوأ من مراد بيك آه لأن مراد كان أحمق وكان عصبي وغبي وكان جبان أيوة أيوة كان جبان افتكرت هو أسوأ من مراد جالنا حاكم قبل الحملة الفرنسية مش حاكم ولا حاجة العثمانين سابوا يلعب كده اسمه مراد بيه مراد ده الجبارتي بيقول إنه كان أحمق وكان جشع وبرضه كان بتاع أسور لأنه في بركة الأسباكية بنا نفسه بيت كده سبحان الله البت ده ما سكنش فيه يعني يا دوب بنا أيوة هو ده كان أحمق وغبي وجشع وجبان وراح بنا البيت والبيت ده جاي لسه بقى بني قصر بقى وجو ما عادش فيه دخل الحملة الفرنسية يعمل إيه هو بقى يسيب المصريين يقاوموا الحملة الفرنسية وياخد بعض ويطلع الصعيد الجبان اللي كان يقعد يعمل نفسه إنه هو فارس واسد هو هو أسوأ من الرجل ده هو زيه تقريباً هو أسوأ منه مراد به يا ريتي حصل جزمة واحد من ولاد محمد علي أسوأ واحد ده رجل تنازل على أرض مصر زيه ما هو سابها وهيرل تنازل عن مية مصر وضيع فلوسها واستعبد أهلها وفقدة كله اشتغل سمصار ودلالة على إيه على بلد بحلها ورجع نفس الوشوش لسه نفس الوشوش لسه بيجي لنا مراد به برضو ذكر على المصريين وجبان قدام الفرنسويين يهرب ده ما دخلش معركة ده ما في معركة مبابة هرم جري هرم وسبحان الله بقول أنت تعرف إن البيت بتاعه ده بقى بنزينة دلوقتي على أول نصة الألفي الألفي كده وشارع الجمهورية هو عند الحتة دي في البنزينة ما كانوا بنزينة دلوقتي هي كده كل حي على المنية غادي تتوالى الركاب والموت حادي هي كده هي كده تعلم بقى إن مش بقى الحد لسه الوشوش هي هي سعيد اسماعيل عباس حلمي أو حتى مراد أو زي ما قال عبد الرحمن الأبنود يا الله يرحمه قال هو حاجة فيها شوية تشاؤم قال خايفة موت من غير ما شوف تغير الظروف تغيير الوشوش تغيير الصنوف والمحدفين والمحدفين وراء مبتسمين في أول الصفوف خايفة موت وتموت معايا الفكرة لا ينتصر كل اللي حبيته ولا ينهزم كل اللي كنت تكرهه تخيلوا الحصرة تخيلوا الحصرة سريع في جولة الأخبار والجولة دي هناخد الخبر ده بس كده عالطايا لأنه الخبر ده قالب مصر كلها قلق وغمود غريب جدا بيحصل في الجبالاية الجبالاية هو الشارع في اتحاد الكورة اسمه الجبالاية بسوى بقى شارع مكرسوم دلوقتي ليه؟ بعد استقالة كيلاتنبرج الرئيس لجنة الحكام الإنجليزي استقالته من اللجنة وفجأة بدأت التغريدات تحصل فشفنا التغريدات للكابتن إكرامي الصغير يعني وأيضا لأحمد شبير إكرامي كتب أنه يعني كلام صعب قوي بيجاد كل قرف والحاجات دي إنما كمان أحمد شبير كابتن أحمد شبير كتب التغريدة دي ونشرها أو نشرت عنه أو قيل أنه هو قالها لم يتبقى إلا تحديد موعد العزاء الله موعد العزاء في مين كمان كابتن إكرامي كتب كلام برضو صعب شوية الغموض ازداد أكتر بقرار فجأة مفاجئ النهاردة نشرون الناس كلها للجنة في اتحاد الكرة اسمها لجنة الانضباط والقيم في الاتحاد المصر الكرة القدم هذا المساء نشروا استقالتها رسميا اللجنة قالت شبيانها الرسمي إن الاستقالة دي ردا على تجاوزات وجهتها اللجنة الفترة الماضية هذه صورة البيان بتاع اللجنة اطلع بصورة البيان بيان لجنة الانضباط والقيم بالاتحاد المصري بالرغم من مشاهرته البلاد من إنجازات وتقدم في جميع المجالات شهد به القاسي والداني هما كان بينها الداعي معرفش ازاي هو البيان ده منشور كتير ومنسوب إلى لجنة الانضباط لكن القاسي والداني مش القاسي والداعي إلا أن المنظومة الرياضية لم تواكب هذا التقدم وشهدت من بعض القائمين عليها تردي في القيم والأخلاق ومناخ لا يسلح لعمل القاضي الذي يؤدي واجبه في حيدة وتجرد بعيدا عن أي انتماء رياضي وتطبيقا للواقع الاتحاد المصري والدولي لذلك قررت اللجنة بكامل أعضاؤها الاعتذار عن عملها التطوعي دون مقابل مادي يعني بتشتغل بدون مقابل مادي بالاتحاد المصري يخذ القدم اعتبارا من اليوم وتحتفظ اللجنة بكافة الحقوق القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت قبلها والله من وراء القصد ستة عشرين واحد تاتة عشرين آدي كابتن إكرامي قال أشفق على الكرة المصرية وجمهورها إذا استمر غياب المعايير قبل ظهور أي شخص في الإعلام الرياضي قنوات تعمق الكراهية استوديوهات هزلية برامج لنشر التعصب السنة تفتخر بالجهل والهجام الهمجية أصبحتم أضحوك سخيفة مبكية في نظر الجماهير كرة القدم كامل احتقاري لكم ولكل من هو على شاكلتكم رجع الكابتن شبير بعد ما كتب لم يتبقى إيه لموعد العزاء رجع يفكي شوية من الغمود ويحكي عن لجنة الانضباط في فرنسا ويتكلم عن صلاحيات لجنة الانضباط في الاتحادات المحترمة رجع يحكي يقول في فرنسا لجنة الانضباط والأخلاقيات أوقفت رئيس الاتحاد الفرنسي الحاصل على كأس العالم وبطولة الأمر الأوروبية وعزلاته من منصبه لمجرد تصريح أهانى فيه الأسطورة زيدان عشان اللي بيسألوا عن صلاحيات لجنة الانضباط ده فك شوية إذن القصة متعلقة بشخص ما منع لجنة الانضباط من ممارسة دورها فاضطرت اللجنة تستقيل يا ترى بقى مين الشخص ده أو مين السبب وراء الاستقالة اللي ما ذكروش بتوع اللجنة بتوع الانضباط حتى هم قالوا وهقلين حق القانوني أعتقد ما فيش غيره عديم الأدب العربي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللي لسه مبارح طالع الهواء بيجيب في سيرة والدة آه شبير بنفس الوقاحة زي بيقول الخبر الخبر بيقوله ان عديم الأدب العربي اهو خبر في موقع بصراحة استقالة لجنة في حد كرة بسبب تصريحات مرتضى منصور وكانت لجنة الانضباط استدعت كلهم من كهربا ومرتضى منصور للتحقيق بشأن الشكوى المتقدمة فيهم أطلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تصريحات تلفزيونية هاجم فيها المستشار محمد عبدالصالح رئيس لجنة الانضباط وذلك بعدما حددت لجنة الانضباط يوم الحد المقبل موعد لجالسة تستمع لمرتضى منصور بسبب الشكوى المتقدمة من النادي ضده عقب تصريحاته المسيئة تجاه محمود كهربا وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية لجنة الانضباط لا تملك أن تحقق مع رئيس نادي ولا أعلم كيف يتم بإرسال دعوة لي وهي لا تستطيع أن تحقق معي وقال أنا بنبه المسيئة محمد عبدالصالح ليس لجنة الانضباط بلاش مرتضى منصور مرتضى كان رئيس محكمة وانت لسه ما تخرجتش من الكلية أنت فاكر أنها خاف لما تقول أنا عاوز مرتضى منصور أحقق معاه في شاكوة الكهرباء بلاش أنا اللجنة زي ما قلنا استدعت كانت كهرباء ومرتضى زي ما بيقول الخبر ده عشان يحققه في الشاكوة مرتضى طلع كبلتاجي مارس دوره في المجتمع عادي جدا هاجم اللجنة وهاجم الكصة وقال ما حدش يدري حاسبني مرتضى منصور يتحدى لجنة الانضباط ما حدش يدري حاسبني طبعا واحد عليه حكم شهر سنة السجن قصدي شهر وحكم واجب النفاذ وما راحش حد الوقتي وبيطلع في التفزيون كل يوم واحد عمل فضيحة اتجاه في التوح والتاني وقال عليه هم بتوحشيش ونسوان والفضيحة اتنشرت في البرتغال واحد طلع على قال على الحكم الانجليزي أنه هو مثل يعني شاز جنسيا وبالتالي الحكم ده اتجعل والداي وهدده يبدو أنه حدش فعلا يقدر يعمل حاجة المرتضة وده اللي قاله الحكم الانجليزي مارك كلاتنبرج قال الكلام ده رئيس تجنة الحكام قال المرتضة شنع عليه وشعر به واتعى ماتهمات أخلاقية هو قال كده وطلع اتحاد الكرة وقال له ما نقدرش نعمل حاجة كلاتنبرج او كلاتنبرج ده بيقول له اتحاد الكرة قال لي لا نستطيع أن نفعل شيء مع إساءات رئيس الزمالك رسمي وزي ما كتبر الناقد الرياضي او السادس محمد فارس طمان اللي كتب يعني لجنة الانضباط هو رجل بيسأل يعني لما لجنة الانضباط اللي بتحاسب عناصر اللعبة واطراف المنظومة تعلن استخالتها عشان اتحاد الكرة مش عايز يديها صلاحياتها في محاسبة نفس الشخص اللي بيدمر كرة القدم في مصر يبقى احنا في مصيبة ويبقى دير سألع الجميع انهم مستبحين من الشخص ده بدون اي امل في حسابه لان اتحاد الكرة بيعطل ده ده اللي قاله ده السؤال بقى مش بس لجنة الانضباط انا بسأل يا حضرات اين كرم جبر حد يقول لي كرم جبر ايه اخته بمرضان مسؤول ما هو كرم جبر ده مسؤول عن اي تجاوزات بتحصل على الشاشات التلفزيونية موزيع تلعقى غالط غلطة موزيع قالت لفز موزيع مش عارف تجاوز بنامج جاب ضيف قال كلمتين اب تحقيقات وياخدوه هناك في الجهاز بتاع الوطنية للكوفتة ده ويحققوا معاه ويقرروا اذا كانوا يقفوه شعرين سنة سنتين غرامة تين كرم جبر السؤال الاهم مين بيحمي مرتد منصور مين بيحمي هذا الرجل اللي شغال شتيمة وسب في الكل في الخطيب في لجنة الحكام في لجنة الانضباط في كل حاجة في الدانية حتى اللعيبة بتوقعوا اتهمهم بانهم حشاشين اهو خذ البيان ده بيان اتحاده بكرة بعد استقالة لجنة الانضباط والتي تؤكد فيه تمسكها باستمرار اللجنة تمسكها ازاي يعني تمانتوا لطوله قلتوا للحكم قلتوا رئيس لجنة الحكام شوفوه يعني ما نقدرش نعمل له حاجة حتى الاحكام القضائية مش بتنفس فيه مين اللي بيحمي مرتد منصور سريعا في اللقاء السريع ده معايا اهو تؤكد اللجنة اعتزازها وتقديرها المجلس تحادل الاتحاد الكتارية رئيسا وعضاء وتسمن على ما ورد في بيان الاتحاد الا ان اللجنة تؤكد تمسكها بالاستقالة من اللجنة لأسباب التي وردت فيها لا ما انت مديش تقول لي معلش عشان خطري والنبي ده احنا في ظروف صعبة اللجنة تهانت امبارح من المرتد منصور سريعا سريعا للتغطية القصة دي معايا الكابتن ناصر الصادق كابتن ناصر سريعا ايه هي بس بسرعة قوي الله يخليك ايه هي مهمة لجنة الانضباط والقيام في اتحاد الكرة لجنة الانضباط هي اسمها هي المسؤولة عن الانضباط داخل الاتحاد ضد اي عناصر تنتكي بمخالفات سواء بقى مخالفات رياضية مخالفات ادارية داخل الملاعب خارج الملاعب فلجنة الانضباط دي دورها كبير جدا وزي ما حررت اقولك من شوية ان هي يعني كان لها دور في اقالة او اكبار الرئيس الانضباط الفرنسي على الاستقالة هو على فكرة لم يستقيل بسبب انه اساءل زدان لا او استقال بسبب فضيحة اتهام احدى وكيلة لعبين فرنسية ليه بان هو تحرج جنسية بيها على مدار تلت سنوات او اربع سنوات تلت سنوات تتحرج بالست لحظة بس لا 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 لاحظة بس رئيس الاتحاد الكرة الفرنسي متهمات ست دي بينه اربع او تلت سنوات بيتحرج بيها ايوة بدأت سنة 2013 طيب انا بس بننبع بس عشان اقول لخالد منتصر وسفاسف دول ان التحرج ده مش بس في الشرق ولا في رجالة الشرق ده اهو مسؤول فرنسي تحرج بست شغالة في نفس المجال طيب خليني برضو اطلع معك هل في اختلاف بين صلاحيات لجنة الانضباط في مصر وبره مصر طبعا فيه اختلاف شديد انت عندك اي مكان لجنة الانضباط بيتم بتدخل في عملها بتبقى بتفتقد زي يقولك لبن منزوعة دسم بقى فيش تلاقيه عن ظلمية لجنة الانضباط اذا تم انتزاع صلاحياتها فهي لا لا حاجة لنا بيها وليس لها اي قيمة انا اأخذ على لجنة الانضباط ان هي حتى لا تجرؤ ان تذكر اسم او اسم المستشار منتضى منصور او تقول السبب بشكل واضح وصريح يعني انا مش قادر اقول السبب بشكل واضح وصريح ازاي احكم بين طرفين فطبعا يعني الاسف شدد اللجنة نفسها مدادة وبعدين اللي حصل مع مرتضى منصور ده دي نتيجة نتيجة وليس يعني وليس حاجة جديدة يعني نتيجة ان لجنة الانضباط واتحاد الكرة منذ سنوات صامت صامت يعني اقولك ايه على تصرفات وتصريحات مرتضى منصور فجأة اكتشفوا ان مرتضى منصور بيقول تصريحات وما بيعمل تصرفات خارجة لا طبعا الكلام ده منذ سنوات ولكن للأسف شديد يبدو ان فيه تسخيل عزير المرة وده كان واضح جدا من تصريحات الكابتن شوبيب ومن غيره فانا بقولي لنك الانضباط ان كابتن ان مرتضى منصور بيقول تصريحات مسيئة للجميع منذ سنوات انتو كنتوا فيه لما انتو تطيقوا تقدموا استقالة تقدموها بسبب واضح بدون خوف من اي حاجة سليسا ومهم جدا النقطة دي مفيش حد بيعمل تطوئي يا سيد محمد في اي مكان هو ما بقولك عملنا تطوئي مفيش اي حد بيعمل تطوئي هذه اللي جال تأخذ مستحقات مالية على كل اجتماع مسار في النظر ممكن يكونوا بيدعو ده او لا كابتن ناصر لكن نرجع تاني في رأيك انت تلوقتي فتحت موضوع كان زميلي جوه بيقولهولي انه في رأيك هل دي بداية انقلاب او تغيير في معاملة المسؤولين عن الدولة دي اللي بيحمل مرتضى منصور في حماية مرتضى لا هو فيه حاجة معينة تغييرت في القصة ورفع او يعني بقى فيه تصريح انه ممكن ممكن يدايق على شوي وممكن بكرة هذا الامر يزول وترجع عديمة العديدة القديمة وترجع اللجنة تاني في استقالتها هي سواء اللجنة دي او غيرها كلهم كلهم ادوات للأسر طبعا انا عايزة انا اسألك سؤال يا كابتل ناصر افرد اني المرتضى منصور مرضيش يستجيب لي اليوم الحد انه يروح يتحقق معاه مش فيه قوانين ولا وايح بتحكم طب هو طب القوانين دي موجودة من سنين معلش معلش طول بقى لك خلينا نمشي مع القوانين القوانين موجودة صح اذا اللجنة تستقيل ولا تطبق على مرتضى القانون هو طبعا المفروض القانون يمشي على الجميع لا انت مش فهمني يا كابتل ناصر انت مش فهمني انا لجنة استدعيت كابتل ناصر للتحقيق قلتلك يوم الحد جاي طلعت حضرتك في التليفزيون مبارح قلتلي بلاش انا واتبلطقت بعد اذنك يعني انا اسف اوكي انا بقى استخيرك يا لجنة ولا اطبع عليك اللوايح واقولك انت متغرم كذا وعقوبات طبعا المفروض اللجنة كانت تنتظر موعد التحقيق وتخلفه عن الموعد وتبدأ تتخذ اجراءات القانونية معاه والاجراءات ما بتبهش مرة واحدة كده عقوبة بقى فيه استدعاء تاني ام تحذير بعدين بقى فيه عقوبة لكن مع الاسف شيء مش قدر تاخد عقوبة معاه طيب هل هوانا ده اللي بسألك عليه لماذا لم تلجع اللجنة الى اللوايح والقوانين في الرياضة المصرية ليه انا اعسف في اللفظ ليه تعمصت واستقالت لان مرتضى منصور اقوى من كل اللجان واقوى من الاتحاد واقوى من كل حاجة مرتضى منصور يعني الكلام اللي بيقوله بقاله سنوات بدون توقيع ايه عقوبات يكشف انه اقوى من الكمية في الكرخ القدم المصرية وإلا من يقوم في الرياضة المصرية يا رجل يعني انا اذكر في احدى المرات يعني هاجم من عيس المفراء وهاجم وزير الشباب والرياضة وكانت يعني حاجات مصورة صوت وصورة مش مثلا لا لا دعالي مصر كلها قال ما فيهاش راجل يا بيه لا لا هو ده ملف كبير قوي لكن هو السؤال السؤال الأخير توقع حضرتك ايه في هذه القضية هل ستعود اللجنة مرة أخرى هل ستاخد إجراءات سواء عادت اللجنة أو لم تعد الموضوع مش هيتلم فيه اي حاجة ومرتضى منصور لن يتعرض لأي عقوبات يعني جدية ممكن فيها عقوبات حتى بعد حتى كابت النصر حتى بعد ما فضحنا في البرتغال وبعد ما فضحنا في انجلترا والجلال الانجليزية كتبت حتى بعد ده يا فندم هو امتى امتى كان الرأي العام الداخلي أو الخارجي بيأثر على الأحداث امتى لو حق الموقف كده أثر على الأحداث واتاخد كرارات مع الناس الأقوياء اللي في قوة مرتضى منصور مثلا وانا أقول لك انه ممكن يحصل حال في رأيك من يحمي من يحمي مرتضى منصور الله أعلم أنا أمام يعني أنا أنا لا أدري والله لكن التصرفاته يعني تشي بإنه هو محدش رياضة رياضة من ناحيته لما واحد يهاجم رئيس وزر لما زي محدش دول كده طلع على راجل ده فيه يعني توسلت الأعلى سقف فطبعا فيه لا ده عليه حكم يا بيه وبيتنفس عليه حكم بالسجن وبيتنفس ما أحكام يعني حتى لما أكلمة يعني وزارة شهر رياضة يعني أصدرت قرار بإنه هو يقال من رئاسة النادي رجع تاني بحكم قضايا تاني هو بس يعني يجب يجب أن نعترف أن الرجل قوي وأن الراجل بيعرف يصل لأعدافه يعني اللي هو عايزه أنا مختلف معك مش قوي هذا الرجل فاسد ويعيش داخل منظومة فساد والمنظومة اللي بتحميه فقط لا غير هذه ليست قوة لكانت البجاحة قوة ولا البلطجة قوة ولا كانت السفالة قوة طب وبياخد اللي هو عايزة دايما على أي حال كابتن ناصر صاد احنا بقنا نتابق مع حضرتك هذه الإجراءات وأنا أتصور أنا أتفق معاك أنه لن تتم على شيء بشكرك كابتن ناصر صاد النقد الرياضي والحكم الدولي السابق محامي الأهلي حكم حبس مرتضى نافذ وهذا موعد مسؤوله أما بلجنة الانضباط ده اللي الراجل اللي بيقول لك الحقيقة قادي بيقول لك اهو اني يظل اسم الله بين نادي الأهلي حمود كهربا كذا وكشف محمد نادي الأهلي محمد عثمان في حوار مع العين عن أنه اه فضلا عن أقوال كهربا كما أزال استرعى موارد استكمال التحقيق إلى آخر والرجل ده عليه حكم نافذ لابد أن يسجن 30 يوم النهار ده كانت مواقع الحقيقة الدنيا كلها مقلوبة على القصة دي لكن اه خلينا اه انا أقول لكم ببساطة جديدة جدا مرتدى منصور ليس قوي ولكنه بلطجي بلطجي فاسد بتحميه منظومة فاسدة خلينا طلع فاصل وناخد بقى جولة الأخبار مهمة مهمة خارج الحدود الجيش المصري في مهمة قوية خارج حدود مصر مش الجيش المصري جزء منه دلوقتي مهمته يعني عنده مهمة وطنية خارج حدود مصر مشغول بحاجة تانية والحقيقة إنه الناس على مواقع التواصل مجغولة بالتعليق على العرض العسكري المهيب للجيش المصري بمناسبة 25 يناير لا لا 25 يناير الهند الهندي وبحضور السيسي حد ده هيقول لي اه ايه المناسبة خلينا شوف تعليقات الناس وفي الاخر أنا ليا تعليق يعني بس خلينا شوف تعليقات الناس قالت ايه كده رايحين ترسموا أفلام هندي في الهند لو انتوا صح قوات مسلحك وتتشترتو على أسيوبيا اللي ملهاش جيش يتقيم من ضمن الجيوش لكن انتوا تبيعوا الأرض وتخونوا الوطن وأمريكا تصنفكم بانكم تاني أقوى جيش في الشرق الأونسط بعد تركيا اعرفش اني على الورق انتو الخان العميد اللي باع البلد أحمس حسن خليف محسن قال هل بنحتفل بصورة 25 يناير بالهند طب ايه المناسبة ان شاء الله هل هيبعتنا بالمثل احتفالات وليه وياترك كم من المال تحملت الدولة المصرية من أجل تنفيذ ذلك في واقعها الأولى من نوعها ولم نشهدها طوال خدمتها من القوات المسلحة السيد سليم قال ده اللي فالح فيه طباب الفلاسفة سعيد خليل قال ياريت القوات تشارك الغلابة في احتفاء الغلاق الفاحش ايه علاقة الجيش المصري باليوم الهندي كله دول سافروا عساب الشام مصري عشان يسلوا الهنود وإحنا نتقشف الهند اللي بتحارف في المسلمين وتقتل منهم وقدمت مساجد واحدة أخرى أبو حالين قال كم تكلفة الزيارة والعرض طيب أنا عندي تعليق صغير يعني في معهد نغض الفني كنت باخد مواد كتيرة جدا من ضمنهم ما دي اسمها بالي مش بارقس بالي باخد تاريخ البالي تقييم البالي لأنه الناقض الفني مفروض يبقى مطلع على كل فنون يعني اللي كانت بتديني المادة دي أستاذة البالي المعروفة الله يرحمها ماتت يعني مجد عز مجد عز مرات مين مجد عز تبقى مرات الكابتن حسن مصطفى رئيس اتحاد كرة اليد الدولي اتحاد دول كرة اليد فالدكتورة مجدة كانت بتدينا مادة البالي فأنا فاكر أن في اسبوعين كده ضربتهم الدكتورة مجدة أجازة كل ما نروح نلاقي ما فيش مادة بالي النهاردة وبعدين رجعت الدكتورة مجدة فرجعت تحكيلنا أنها أخرت أجازة لأنها كانت بتشارك مع فرقة بالي الأبرا المصرية ولاد وبنات صغيرين وجبار في الاحتفال بيوم بعيد سلطنة عمان وعرفنا منها أنا والدفعة كلها يعني الدفعة كلها كانت بتاع ستة سبعة تنفار يعني عرفنا منها يعني أنه أن دا عادي أن الدول كلها في العالم أحيانا بعض الدول بتطلب مشاركتنا في العيد بتاع القومي بفقرات فنية لما اشتغلت في وزارة الثقافة عرفت أن دا عادي فعلا الدولة الصين مثلا بتحتفل بيومها الوطني بتجيب عروض فنية مصرية فنانين تشكليين ممثلين مغنيين عرض كده يعني لكن أول مرة في تاريخ مصر مصر تشارك دولة في الاحتفال بعيدها القومي بكاتبة من الجيش ولا سريع من الجيش لم تحدث في تاريخ مصر في تاريخ مصر كله لم يحدث إلا بأن مصر تبعت فرع عسكرية حربت في حرب القرن وحربنا في المكسيك وماتوا هناك وحربوا في الحرب العامات الثانية الأولى والتانية فقط لغير الجيش المصري طول تاريخه من ساعة معسسه سليمان باشا الفرنساوي لم يخرج برة مصر إلا للمشاركة في حروب حروب بالأجرة حروب بالحاجة حروب أول مرة مصر تشارك دولة بتحتفل بعيدها القومي هات السريع الله يخليك عشان حامي على قلبي قوي بكاتبة عسكرية مش هتقول يا أغلى اسم في الوجوه وحاجات كده وبتاع ده عبط ده اسمه الهبل بعينه لإني أنت بتعريفة يا عبد الفتاح اسمع اسمعني أنت قد ما تعرفش يعني إيه دولة أنت لما تشارك دولة في عيدها القومي تبعث قوتك النعمة ما تعرفش أنت غير الست النعمة أنت ما تعرفش غير الفلوس النعمة تبعث فرق الموسيقى بتاعت الأوبرا تبعث معارض فن تشكيلي تبعث شعراء وفنانين إنما تبعث لي الأنطاع دول أنت تبقى عبيط لما تبعث لي كتيبة ويا أغلى اسم الكلام ده تعمله في الكلية الحربية إيه ده إيه اللي انت بعته ده ده عار على مصر سيبك بقى منه 25 يناير وكان مفروض إنما إيه ده إيه ده اللي انت عامله ده أول مرة في تاريخ مصر مصر تبعت مفكرين كتاب بعثات أظهر تخيق والله العظيم طبعا شوفوا رحل أدي مودي هون مودي مبسوط قوي مودي منشاكح إيه مودي ننتعم معلنا يعني مصر تبعت بعثات الأزهر أيوة مصر تبعت أسسة دي قويتها النعمة إنما حضرتك بعت لي كتيبة أسكرية ويا أحلى أسماء والحاجات أي كلام إيه بقى دول عملونا إيه الهندم والعجايب استفادت إيه من القصة دي نقلنا للناس صورة عن مصر نقلنا عننا صورة عن تقدمنا وحضاراتنا إنت بلفتها إنت بجد إنت بص المشهد ومصحب أنت كسفت إيه بقى المشهد ده نقل إيه للإخوة الهنود ولا حال ولا إيه ما خدش غير زمن العرض ده اللي هو يدوب لفوا التراك زي ما أنت شايف كده مرات مودي هاي لفوا التراك بس كده وخلاص على كده وروحوا بقى رجالة إيه بقى الناس في الهند عرفت إيه عن ثقافة مصر نعم آيو آيو أنا مش عايز أتكلم في الحكاية دي آيو آيو مودي اللي شاتم رسول الله آه بص إنت بقى دول بقى دول هو لف التراك وخلاص شكرا لكم مبسوطين منكم ممنونين يا مصريين مع السلام يا أولاد كالتوا كويس يلا وبعدين بص أقفين علي لا في اللونج أقف في اللونج بص لا في اللونج اللي قابله علي آه بص آه بص دي كتيبة من ضمن كتيب وأسلحة ومضرعات وخيالة يعني ولا حاجة ولا أي شيء فجاءت الدكتورة مجد عز كلام ده سنة آه 92-93 تحكي لنا عن جمال سلطنة عمان وجمال الاستقبال والضيافة وبتحكي لنا كمان عن التأثير لتراكته البعثة المصرية من الفنانين والموسيقيين اللي شاركوا في احتفالية سلطنة عمان وتحكي لنا عن اهتمام السلطان الراحل قابوس ابن سعيد بالعروض المصرية طيب خد دي بلاش دي بلاش دكتور مجد عايز راحل راحل الله يرحمها بقى أنا في مرة مش هقول اسمها الفنانين تشكين عشان ايه بس ما ما يروحوش في ده يعني أنا في مرة لقيت فيه هيسة وتغطر يا جماعة فيه ايه قالوا بيجمعوا لوح فن تشكيلي لأن الرئيس مبارك عنده زيارة للدولة الشقيقة ليبيا فبيجمعوا لوح من كبار الفنانين مبارك رايح يزور ليبيا فهيهدي معامر قذافي معرض معامر قذافي اصلا ما كانشفيه فن تشكيلي اصلا خالص بس بس أنا بقولك للأمانة يعني مبارك كان رجل دولة فرايح تخيل انت رايح زيارة ليبيا واخد معاك فنانين شعراء ممثلين واخد لوح فن تشكيلي لليبيا اللي هي بلدنا يعني يعني ليبيا دي بتاعتنا يعني احنا وليبيا ما فيش حاجة ده احنا شقة قطين يعني فباقيا ما تروح لهند يعني الليبيين عارفين عننا كل حاجة واحنا عارفين عن ليبيا كل حاجة ومع ذلك مبارك واخد معا انا شوفت بعيني واخد معا لوح فن تشكيلي واخد معا اسماء فنانين كبار كبار تشكيلي يعني ولوح حلوة جدا عادت تتفرج على اللوح وعمين يسجلوها وعادنا نسجل فيها كام لوحة وبتاعت مين وبتاعت والناس مبسوطة رايحين مع الرئيس مبارك رايحين ليبيا يعرضوا الحاجات دي دي ليبيا برضو مش قصدي ليبيا دي على راسي بس قصدي قول ليبيا عارفين عنينا كل حاجة يعني حفظنا ومع ذلك دي الزيارة انما انت رايح الهند ماذا يعرف الشخص الهندي عن مصر عن المسلسلات المصرية بقى لاش كده انا حضرت الملك الحسن الملك الحسن ملك المغرب لما زار مصر قبل وفاته وطلب شراية مسلسل ام كرسون طيب بلاش كده انا حضرت في القاهرة الملك محمد السادس ملك المغرب جاي يزور القاهرة البرنامج اللي معموله ايه انه يزور مدينة الانتاج الاعلامي فتم التنبيه على كل الفنانين مصر حتى اللي ملوش مسلسلات بتصور الذهاب الوجود في مدينة الانتاج لتكون في استقبال جلالة الملك محمد السادس دي قوتك النعمة بلاش كده الرئيس رجب طيب اردوغان لما زار قطر او زار دولة عربية خليجية اخذ معاه ابطال مسلسل عبد الحميد ومسلسل اردوغر ماخدش معاه وحدة من الجيش التركي يا ابني افهم افهم لحد امتى هنفهمك بقى لك عشر سنين طفحين السم خلاص بقى افهم ان في دولة الهند دي دولة عظيمة جدا دولة كبيرة جدا وحضارة عظيمة جدا ومركز تدريب للاحتلال انجلطرة عدت فيها مستربعين سنة الهند دي يا رجل ده البرون انبان اللي بانى مصر الجديدة اصلا كان عايش في الهند فلما جاب انا مصر الجديدة بناء على الطراز النيو اسلاميك ده مودرن اسلاميك لكن لما بنى بيته هو اللي هو اصر البرون انبان بناء على الطراز الهندي وعلاقتنا بالهند وحضارة الهند حضارة عظيمة نوريهم بقى نبعت لهم بقى نبعت لهم بقى نبعت لهم بيت العود نبعت لهم بقى مغنين هو ده لكن تاخد معاك دول دول فين هما وديتهم فين دول واخد لي معاك كتيبة من الهو ابطال مسلسة في الكويت قيامة ارترغل يرافقون اردوغان في رحلة الكويت تخيل هو ده الدولة هو ده رئيس الدولة ده الفرق بين الرئيس والجعر انت واخد على الراس مثلا قابض على الراس العسكري بكذا بعت لك كذا عسكري ومسعب ممكن تكون قابض على الراس هو ده الفرق بين الرئيس والجعر الجعر يفكر بقى ناخد معنا وحدة عسكرية وحدة عسكرية تاهت الوحدة العسكرية تاهت والله يمشى في الزحمة يعيني وراها خيالة شكلها حل وراها الخيالة مدرعات وانت رايح لي يا اغلى اسمه في الوجود الكلام ده تعمله في الواحدة 216 تروح تعمله في صحراء مصر الجديدة تروح تعمله في صحراء العباسية زمان او تعمله في الكيلو الكيلو شعرف كم كده في طريق السويس تعمل حركات دي هناك وتقعد انت قادر استح يفرحه بالقصة دي النعمة ما ينفعش ما ينفعش قوة النعمة هي سفراءنا ما ينفعش لنما انت مش هتفهم او فاهم وبتقبط ده موضوع انا ما عرفوش بس انا يعني سيبك بصرف النظر عن 25 يناير بقى او الاحتفال ب25 ايه اللي انت عامل ده ايه اللي انت عامل بقى يعني كده مش تلاقي كلام انا خلصت فيك كل الكلام وما حدش هده يكلمه يعني ما شفناش فراهيم عيسى يقول له مثلا مخدتش دي مغنيين من الأوبرا مخدتش ليه فرقة أوركستر القارة السيمفوني مخدتش ليه ناس من مكتب اسكندرية مخدتش ليه لما عملت الموكب الموميوات كان معمول حلو جدا مازيكة واستعرضاته مخدتش ليه الحاجات دي معك مخدتش يقول له كده انما خلاص الراجل خد واحدة عسكرية مش هيني عليه منادق اللي هي بتاعت الاستعرضات دي وراحين بلبس الفسحة لبس الرأس بص ماشيين في مصر الجديد ماشيين في النتنصر عند المنصة عند الحرس الجمهوري ايه ده ايه المنظر ده ايه المنظر ده لو العسكري مشدود قوي يعني متع وداخل يفوت في السخل بص بقى هتلاقي وراهم الخيالة الخيالة طبعا شكلها أحلى خيالة هندي ولو دورت ممكن امعرفش تلاقي احنا الدولة وحيدة اللي عمت العاملة دي هتلاقي بقى دول تانية بعدة أفلام يا راجل ده ده بتاع كوريا الشمالية اكتشفوا ان هو بيجيب أفلام اريكيانية عارضها اللي هو راجل المجنوم بتاع كوريا الشمالية قوتك النعمة قوتك الدينية الأزهر الكنيسة الممثلين الناس بتاكل معها كده إنما طيب بمناسبة صد النهضة اللي الناس جابت سيرته في التعليقات دي ففي الوقت اللي الجيش فيه شغال شغل الأفراح كده ومؤجرين فارقة لابسة كده اللي في الهند في الوقت ده كانت أسيوبيا والسودان بيعلنوا سوا الاتفاق على ملفات صد النهضة في غياب الشقيقة مصر الخبر هو يديني الخبر الله يكرمك يا علي يديني الخبر هات الخبر أيها البرهان لرئيس الوزراء متفقون على كافة القضايا المتعلقة بصد النهضة هو البرهان خلاص خد سمت رئيس الجمهورية مش كده كان بيقولك إن إحنا إيه لا والله العظيم وبكرة تشوفه ملناش أي نية لحكم السودان تجد جديان جديان هو تلقاء هو ما هو بص الاسكريبت اللي ماشي في مصر ماشي في تونس وماشي في السودان بص الرجل لابس بدلة ونضارة ومطار وعمل زي السيس برضو بيستقبل من تحت من تحت السلم حكمهم يحبوا تحت السلم قوي واحد بيبوس واحدة تحت السلم أنا ملي حكومة دي كلمة عاطف صدقي لما في قضية الستة الأرمانية دي بص بقا رايح فين أمعلم ده النيل النيل اتفقتوا خلاص في السودان أصو المعلم في الهند مش معانا المعلم بيعمل إيه بقى في الهند يجب على السلطات الانديية المصرية معالجة أزمات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب المستمرة في البلدين في السنوات الأخيرة قمعت السلطات في كلا البلدين الحق في حول التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضام لها والتجمع السلمي وتقعست عن الصدي لقضايا التمييز المجحف المتجزر ضد الأقليات الدينية لا سوري هو إيه الجملة دي ونظام تعافوا قالت كده السيسي بيقمع قضايا تمويز بيعمل قضايا تمييز مجحف ومتجزر ضد الأقليات الدينية في مصر السيسي السيسي يعمل علي حطىوا النباش للاخر الناس دي شارك حاجة السيسي واخد إجراءات تمييز مجحف متجزر ضد الأقليات الدينية في مصر يبقى كده المسلمين في مصر أقليات بالجملة دي المسلمين في مصر أقليات ل aspire بالعكس ده المسيحيين بالسماء ده الأغلبية ده انت تعدل بس مش ضد الأقليات ضد الأغلبية على كل حال استنى بقى رايح فين انت النيل نشوف بقى جودة الميا في مصر ماشي قالك اللي بيشرب النيل لازم يرجع تاني تخال نحن دولة متأخرة في جودة المياه والله ده لسه قبل ما اي حاجة قبل بسم الله الرحمن الرحيم نشوف كده اطلع يا علي الله يخليك جودة المياه ترتيب الدولة العربية بجودة المياه الكويت الدولة 39 عالميا درجة الجودة 67 الامارات 40 عالميا درجة الجودة 67 قطر 41 عالميا درجة الجودة 66 الاردن 62 47 عالميا لبنان 53 عالميا السعودية 55 عالميا عمان 57 عالميا البحرين 61 عالميا الجزائر 72 تونس 75 العلاق 84 المغرب 107 مصر 112 السودان 134 انا بس عايز اقولك على حاجة يعني حطبة البتاعة دي هنا يعني كده عايز اقولك ان اول اربع دول ما عندهمش انهار اول اربع دول في القائمة دي اللي هما جودتهم عالية جدا فيما افهم انا يعني ما عندهمش ولا النهر لا الكويت عندها نهر ولا قطر عندها نهر ولا الامارات عندها نهر ولا الاردن عندها نهر اللبنان يمكن عندها العاص تقريب ولا السعودية عندها نار ولا سلطنة عمان عندها نار ولا البحرين عندها نار ولا الجزائر عندها نار ولا تونس يا حمي فيه ايه العلاق طبعا عندها الدجل والفراط ولا المغرب عندها نار بص بقى مصر والسودان اللي عندهم اعظم نهر في الدنيا اللي العرب قالوا ان الجنة لها اربع نهار منهم النيل العرب قالوا كده في كتاباتهم والله مصر والسودان اقل جودة بينما المراتب الاربع الاولى الكويت الامارات قطر الاردن دول بقى قل معهم السعودية كمان ما عندهمش نهر ما عايشين على تحليط المياه ده بمناسبة نهار النيل اللي بعده الاوضاع في لبنان بتزداد سوق انا في فيلم مصري واحد من احلى الافلام اخرجوا استاذ عاب خالق واللي كتبوا الاستاذ السيناريست محمود ابو زيد اللي هو الفيلم العلمان جالي لوحوشة علي اللي هو بتاع الانترلوب جالي لوحوشة اللي هو لما محمود عبد العزيز اخدوا منه فص هو كان فح لستات وبعدين لما خدوا الفص باز فكانوا قالولوا انه احنا عملنا نفس العمالية على الارد فكان كل شوية يقول لهم بصوا على الارد شوفوا الارد كويس وعلقة عشان الارد نفس حالته اتخذ منه نفس الفص طبعا محترامي وتقديري وانا بس بقول تشبيهي يعني انا في مصر لازم نبص على لبنان هي لبنان بتروح فين بقى؟ لانه احنا فينا شبه من لبنان مش انا اللي قلت ده الصحف العالمية اللي قالت فاللي عايز في مصر يتطمن ايه اللي جاي يعني يوسع لبنان برضو مش انا اللي قلت ده الصحف العالمية هي اللي قالت ان حالة مصر تشبيح حالة لبنان مش انا هتقول لهم يا علي الله خليك عشان بس يقولك ايه محمد مصر بيقول كلام مش انا اللي قلت تساني بس ايه ده بس ايه ده انا اللي بقول كلام الصحف العالمية مبارح زعناها قالت ان حالة مصر تشبه حالة لبنان فاللي قاعدت في مصر الوقت عايز يعرف ما الذي سيأتي غدا يوسع لبنان لبنان الاوضاع فيها بتزداد سوق والليلة اللبنانية النهاردة وصلت لانهيار تاريخي غير مسبوك امام الدولار الليرة الدولار بقى بستين الف ليرة ادنى مستواتها في التاريخ لم تشهد اللبنان هاز المستوى في التاريخ في التاريخ اه اهو عشان برا عواقب النهيار مصر اقتصاديا عواقبه اكتر ضمارا من لبنان مش عرب 21 دي عرب 21 دي ترجمت اطلع بقى الله يخليك كده اطلع عرب 22 دي ترجمت قالت ايه بقى لحظة بس هو فيه ده ده شوية عم الله يخليك اه بقى يا عم السن نفس بس تضعفت عصر الغذاء وانحطت الرواتب التي الى نصف قيمتها والبنوك تفرد قيودا على مسحوات لدى المصريين الان نفس مشاكل اللبنانيين من اللي قال الكلام ده دوتش فيلا الالمانية لدى المصريين الان نفس مشاكل لبنانية فاللي في مصر عايش دلوقتي اسمع مني بص على لبنان اعمل زيخون عبدالعزيز كده كل ما يتعب يقولك تب شوفه الارد لانه الليرة اللبنانية وصلت الى ستين اه سوري الدولار وصلت ستين الف ليرة ودى جاي بالتزامن مع احتجاجات المواطنين اللبنانيين قدام المصرف البنك المركزي اللبناني واللي قالوا ان اللحمة وصلت لمية الف ليرة مية الف نشوف الصورة دي اهو هاته هنا الله يكرمك اه الصورة دي اهو متظاهرون لبنانيون يضرمون النيران في اطرات امام المصر احتجاجا على تراجع الليرة اللحمة حقها مية الف ليرة تخين لا بيحرقوا ايه عملة ايه مسكين عملة ليرة لبناني بص مالهاش لازمة خيالوا ان صفيحة البنزين في لبنان تجاوزت المليون ليرة الخبر اهو الجراف اهو تجاوزت مليون ليرة لأول مرة تبقى اللي جريبت الشروق المصرية لأول مرة في تاريخ لبنان سعر صفيحة البنزين يتجاوز المليون ليرة للأسف حتى الدواء مهدد ان يكون مش موجود في لبنان في الصيدليات لان الصيدليات لان الصيدليات اعلنت الاغلاق اغلاق بسبب انهيار الليلة وارتفاع الدولار اغلاق الصيدليات في لبنان تزامنا مع صعود الدولار الدولار استمر الخدمة بات مهددا باتة مهمة مستحيلة اللبنانيين على تويتر انتقدوا الحكومة وفشلها في حل الازمة الاخصادية وكتبوا التغريدات دي يا رب نعرف نراها خالد النواري الليلة اللبنانية تواصل انهيارها امام الدولار ستين الف في الطريق نحو الانهيار هناك محطات مفصلية مجرد بلغها يعني الدخول في مرحلة جديدة ليمكن ضبطها بأدوات المرحلة القديمة لانها اصبحت خارج السيطرة اجتياز الدولار عتبت الخمسين الف ليرة كان محطة مفصلية خطوات مصرف لبنان وخدمات صيرفة العبقرية اتت ثمرها الرائعة وصار الدولار يقفز قفزا وكل قفزا بخمس تلاف ليرة يا بلاش غنوا معي للحاكم المتحكم ما اروعك اعجب واغرب من خيال ما اروعك نبيل شعيل الدعوة التي وجهها قبل اسبوعين اللبنانية لاستبدالها بالدولار بسعر صيرفة اي بسعر الصيرفة يعني اي بـ 38000 ليرة كانت منورة اذا ان الذين جاءوا للبنوك بحقائب مملوئة بالليرات ما يذالون ينتظرون ان تدفع البنوك لهم الدولارات الموعودة وجواب البنك لاصحاب الليرات يناوي طولوا بالكم تخيلوا قلوهم تعالوا حولوا وما دومش حاجة حسن مقلد احد الذين فرضت امريكا عليهم عقوبات على خلفية مضاربات بالليرة حقق عبرها حزب الله اموالا طائلة حسب الاعلان استحصل على رخصة صيرفة في اولى واسعة الصلاحيات من مصر في لبنان لم يعد يخفى على احد ان حزب الله هو المستفيد الابرز هو اللي كاتب كده او اللي كاتب كده نانسي مش احنا هي نانسي اللي يعيلك كلام ده على مسؤوليتها الشخصية انهيار الليرة اللبنانية والجين المصري والليرة السعودية والدينار العراقي ليس صدفة انما خطة مدروسة لتطويع الجميع وبعنف الحاجة والجوء الله ده ربط ما بين انهيار الليرة وانهيار الجينية وانهيار الليرة السورية والدينار العراقي احنا كنا عزينا لكل حاجات دي قبل كده سيدة تقتحم بنكا في بيروت للحصول على اموالها لمعالجة شقيقتها فاكرين ده زي انا هولكم ما كان البنوك عاملة مقيدة السحب وتقولهم لا ما فيش سحب فالناس قوليني مش وحد دي اول حادثة دي بتاع يعني حصل خمس ست مرات الحادثة دي الحقيقة ان المشهد في لبنان محزن ومؤسف وللأسف نتمنى من الله ما يحصلش يعني انه مصر هي اللي قالت مش محمد ناصر مش مصر النعارضة هي اللي قالت ان الاوضاع في مصر تشبه الاوضاع في لبنان لكن لو تطورت في مصر هتبقى قزمة اطلع بالتفاصيل اللي يخليك اطلع بالتفاصيل كمان 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 بيقولك هوتا ضعفت اسعار الغزاء وانحطت الرواتب الى نصف قيمتها والبنوك تفرض قيودها مع المستحوات لدى المصرين الان لدى المصرين الان نفس مشاكل الابنانيين ولكن اذا سأت الامور اكتر فسوف تكون العواقب اكثر ضمارا بحسب تقرير لدوتشفيلة الالماني الناس مصر جابت اخيرها وبقيتش مستحملة حتى مؤيدين السيسي نفسهم فقدوا الثقة فيه زي ما كشفت نجلة الايكونومس تقريبا وقالت خيارات السيسي تضاءل والمصريون فقدوا الثقة في قيادته ده اللي قالته الايكونومس تمشانا اطلع بالتفاصيل لو عندك طالما انتم جايبينها بقى بتقول له اكدت مجلة الايكونومس ان خيارات رئيس النظام تضاءل في السعي لإيجاد مخرج للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد مؤكدة ان العديد من المصريين فقدوا الثقة في قيادته واضافت بتحكي بقى مش بس الايكونومس لكن التقرير اللي فيها بنقرضها كل يوم هنا بنقرض كل يوم كمان الكل شايف ان السيسي وصل لطريق مسدود زي الناشط الخليجي ده اللي بيوجه رسالة للسيسي واعلامه عنده حق طبعا لكن يا رجل ده حتى في الرياضة مصر اتأثرت من أزمة الدولار وطلع رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي الاستاذ عبد القيعي يقول لك صفقات النادي الأهلي اتأثرت بالدولار لاننا مش عارفين نوفره في مصر مش فلوس يعني حتى الاهلي طبعا الاهلي عنده فلوس عنده رصيد لكن ما فيش فلوس في البنك ما فيش دولارات وطبعا كابتن عدل القيعي بيقولها كده لانه عارف انه لو قالها بطريقة تانية لو ده مرسي كانوا قالوها رسمي كان قالك حاكم البلد لازم يوفر لكن عدل القيعي لازم يلفها كده يقولك الواجب ولازم البلد لها كل يوم بنشوف نفس الأزمات اللي شفناها في لبنان اعمل زي ما هو عبدالعزيز كده كان في الفيلم يقول كده حد يطمني على الأرض كل يوم نفس الأزمات اللي شفناها في لبنان زي أسعار الألبان مثلا شوف وصلت لكام زيادة 75% في أسعار اللبن زيادة 75% ده واحدة كاتبة بوسط والله مؤلم قالت يعني عنا عشان تردع عيل صغير تأكله انت بتدمره يعني دلوقتي الست أو الأسرة اللي عندها عيل ميزانية اللبن احنا زمان كانت ميزانية أطفالنا كانت البامبرز هي دي الميزانية الضخمة والجيربر لكن اللبن عمره ما كان ميزانية أسوء ايه ده بتلاتة جنيه معلم واثنين جنيه والحاجات دي دلوقتي بس أكل الطرفل الصغير ده بقى ميزانية ما يقضيش حالي موظف أنا مش أكلمك عن كيلو بقى البنية اللي وصل لمرحلة خرافية شوف الست اسماء ايه دي كاتبة ايه هات كده البوسط ده معقولة تجابه اسماء ولا تجابه ظروف مونيرة السيسي هاي كيلو البنية بمئتين وتلاتة وعشرين باي لا 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 يا جماعة مونيرة السيسي يا علي رايح فين يا عم انت رايح فين ايه ده ده بس مش عايزين الباقي مونيرة السيسي يا جماعة كانت بالكم حساب موثق تطع سيسيننا بكرة هو ده تشابه أدم ولا تشابه ظروف ولا تشابه ايه بقى يا مونيرة حضرتك طلعت تقولي هاي كيلو البنية بقى با تلتمئ متين تلاتة وعشرين باي طيب ما هو مين اللي عملوا كده بقيت الاسم بقى اللي ايوة بقيت اسمك اللي عمل كده بقيت اسمك بقى سيسون السيسي باي ماشي نطلع بقى اللي تحته الله يكرمك اه ما تهزريش ما قالوا مية واربعين ازاي بقى كده راح اتموني رادي طلعت لها قلبت الدنيا والله كل المحلات الفراخ ما اطلعت لها سطر ما فيش في الاخر ما لقيتش غير في سعودي والرجل بيقول انها مبرح عندهم كانت بمية وتسعين وزادت النهاردة بقت بميتين تلاتة وعشرين يعني اصلا بمية واربعين دي كتير قوي يعني بمية واربعين دي كتير جدا خرافية جنيه والبيت بقى باربع جنيه وربع لحد مبارح يبقى الحل وطبعا رجال الفراخ بقت باربعين جنيه لا يبقى الحل الناس تشتري اطماط زي باكي زي هانا بزغلوه لكده اطماط اطمط حتى رغيف العيش هيوصل لجنيه مش انا اللي قلت جوزارة التموين اللي قالت انا مادرش اقول انا لا اجرؤ التموين رغيف الخبز لحاملي لغير حامل البطاقات لن يتقطع الجنيه كده هو لن يتقطع الجنيه يعني يبقى بجنيه يعني ده يبقى احنا يا اخي ده احنا والله ما حصلنا اي حاجة في مواطن نشر الفيديو ده مع شاب سوداني والشاب السوداني ده بيقارنوا سعر اللحمة في السودان وسعرها في مصر خلي بالك السودان مشاكل ومجلس عسكري واتنين رعيان جديان مسكين الموضوع والحاجات دي يعني ماشي فالناس عملوا الحقيقة المقارنة دي بس خلاص الدولة لقيت حل على فكرة بشرة للمصريين بشرة لهذا الشعب الذي لم يجد من يحنو عليه بشرة خلاص يا جماعة مصر لقيت حل ارتفاع سعر اللحمة ارجوكم امسكوا عصابكم والرجالة تحديدا الرسالة دي للرجالة تحديدا لسنة طويل امسك عصابك ولادك حواليك مراتك جنبك ما تحولت لا صوت ولا كلام احنا مصر قررت تلاقي حل للحمة ايه بقى اللحمة ايه الحل الفضل القاهرة موقع القارب وعشرين زراعة عين شمس وبحس الصحراء يكتشفان القارب وعشرين امكانية استزراع اللحمة هنزرع اللحمة هنزرع اللحمة انا اول ايه وهنزرع المكارونا بالمناسبة بالمرة بقى عشان الوجبة نعملها يعني يعني نزرع المكارونا ونزرع اللحمة بس هنزرعها يعني لازم ناخد بزرع صح؟ ولانا فاهم غلط فناخد بزرع ايه ناخد عجل صغير نتفينه مثلا فيكبر يبقى عجول يعني ايه نزرع اللحم والله بكلم جد يعني ايه نزرع اللحم ايتوا بتحكوا عالناس يعني ايه وبحس الصحراء وزراعة عين شمس هنزرع اللحمة يعني احنا وصلين مرحلة الهرتلة على رأي المثل هم يبكي وهم يضحك يعني كده كل مواطن ممكن يزرع اللحمة بتاعته فوق سطوح البيت او في البلكونة وبتتخاني مع جوزك يا اخي ما ساعتش اللحمة ليه والحاجات دي وسهلة نزرع لحمة طب ما سهلة بقى طالما الحاجات بتيجي بالزرع طب ما تزرعوا الدولار بالمرة ده مشان اللي بقول ده الناس عالت كده شوف التعليق ده الناس قالت طيب ما تزرعوا الدولار نشوف تعليقات الناس بقى العب يا علي الناس قالت بسم الله ما شاء الله احنا عندنا عقول بشرية استحالة تكون في اي دولة تانية فعلا حكمتك يا رب دي المفرح عبدالعيد الصوا قالك فكرة برضو نجيب عظمة البقر والجموس والغنم والماعز ولو امكن الفراخ وندفرهم في الارض ونروهم هنطلعوا احلى لحمة حسين قالك لا حول ولا قوة الله والفار اللي احنا فيه ده من قليل اما اسراء فقالت يزرعوها ازاي لامو اخزة السيف قالك الله احنا هنزرع لحمة في بلكونة نتوقع اي حاجة من البركة بتاعتنا طبعا السيسي امل اطلع بامل يا جدعان اطلعوا بامل تحت ايه اطلع يا عم الناس قالوا لهم ايوان نزرع عجل صغيره لما يجبر نتباحه ناكله ونوفر بقى الاعلاف او نتعرف احنا بيها لحد ما العجل يجبر مصر ام الدنيا وقاد الدنيا وعلماءها فل عمر بقى قال ايه لا احنا عايزين نزرع الدولار اللي عنده قطعة ارض يحرصها ويشكها دولار اقدر مش لهم انلاقي اللحمة اللي اقول اني بنزرعها او حتى نزرعها فلندا مين اللي بتكلموا عن تجربتها هكلمون عن الصمان مفيش شجرة تترح دولارات بدل القرد والسلف اللي بيبهدلنا انا زرع على السطح كبدة بلدي وجميلة زي الفل صحيح بتقض شوية في الاكل بس ان شاء الله في حال قريبا يعني ممكن واحد يزرع في البلكونة صبارة وجنبها شجرة لحمة صغيرة بعض موحل تانية صغيرة بدهن على ما نزرع سمك ان شاء الله زرعت ثلاث خرفان كل خروف منبت ثلاث رم مش عارف ايه ينفع ازرع عجول فقفيدوني يا للخير ضحك عدقون وسخف هي اهو ده عصر السيسي اللي بعده النهاردة انطلق معرض قاهرة الدولي للكتاب الدولة 54 بس خين قبلها اقول لكم كل قبل ما اقول لكم معرض الكتاب ده كل يوم والتاني يطلع علينا بطلته البهية يقول لنا البلد فيها ازمة خصادية واستحملوا تقشفوا عشان باد نفاش فلوس وحاجات من دي يعني طب لو البلد ونتقشف انت مكمل ليه في الكبارية مكمل ليه في الطرق الباشا الحقيقة راح يعمل حصر العقارات تمهيدا لإزالتها اهو خبر اهو حصر العقارات تمهيدا لإزالتها اخر تطورات انشاء سبع محاور جديدة بالمرج ما ترحمنا ما ترحمنا سبع محاور جديدة انت بش حاسب الناس خالص بتموت ازاي من الجوع الناس بش عايز يا كباري الناس دلوقتي عايزين يأكلوا ويشربوا زي ما قالوا في التعليقات على الخبر ده الناس عايزة تاكلوا تشرب محاور وكباري والناس مش تاقي أكل تاكلوا يا بلحة منك لله كفاة كباري بقى دي بقى تعيشة تزحق محاور تاني ألا يوجد فيكم راجل رشيد كفاكم محاور وكباري وطرق وناس بتكوحوا طراب وكفاكم هالبن بيوت الناس الغرابة محور يعني بعرض مصر عايزين بالطول بقى يعني كنت لاجي يا مبارك وكان راجل حرامي تمام بش حرامي نتن معفن زيك يا بتاع الاستيكا تمام عارف ايو بتاع الاستيكا اللي بيله عليها دي عارفها بتاع الاستيكا دي سيسي حكى حكاية كده انه زمان في المخابرات او في الجيش دخل رئيسه قال مين النتن المعفن اللي عمل كده في الاستيكا دي فهو الراجل الصعيدي فكيرها بقى استمام كده انت اتعاشت على كده بلاش يا عم بلاش بقى تسمع الناس اللي قيتلك كفاية كباري بلاش عشان خاطر بيوت الناس اللي هتتشرد عشان خاطر الازمة المالية ده انت نفسك يا سيسي قلت الكامل وزير نحلت وبر البلد بالطرق فاكر ارحم الناس بقى ارحم هو ربنا بس احنا زعلناه في ايه عشان يبتقينا البلوة دي اللي بعده كنت بتكلم على النهاردة انطلقت النهاردة انطلق معرض الكتاب اه تم جيبولنا ايه الموضوع اخوانا انا مخدتش بالي ده تسد انا وانا بقى حتى بقول ما ركستش في حاجة مين اللي فتات احبو اخر معرض كتاب حضرته انا في مصر وحضره مبارك 2010 يناير 2010 كنت انا واحد من اللي وقفوا في الاجنحة عشان مبارك جاي اه في افتتاع المعرض ما تزعلش كان جانبي بين بقى كان جانبي اه الدكتور اه فاهمي اللي هو كان رئيس الاكاديمية نسيت الاسم دلوقتي اه كان جانبي جابر عصفور نعم مين كان جانبي جابر عصفور دكتور جابر عصفور كان معايا الاستاذ محسن شعلان رحمة الله عليه كان معايا رئيس الوزر اللي افتتحوا الله 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 والسور رئيس مجلس الوزراء اللي افتاح المعرض اسمعني بس انا اخليك اسمعني بس انا اقولك بس اشتعرف مصر رحف داهية راحت خلاص مبارك طول تاريخه حريص على افتتاح معرض الكتاب طول تاريخه انا حضرت دورتين مبارك كان افتتاحهم يعني وكل الدورات مبارك افتتاحها وكان دايما مبارك يفتتح معرض الكتاب قبل الجمهور يعني النهار ده مبارك يفتتح بكرة تتفتح للجمهور مفيش جمهور يعني يعني في يوم مبارك مفيش جمهور فانا لما كنت في الدورات اللي انا اشتغلت فيها جوه المعرض كنت بس نوعف يعني عارفين ان الرئيس بس الرئيس بيروح مبارك كان بيروح صلاة معينة يعني مش كل الصلاة مش بيلفة ع الصلاة كلها هي صلاة معينة كده او سلطين وخلاص على كده فانا حضرت بقى اخر معرض كتاب حضر مبارك 2010 يناير 2010 اخر دورة معرض كتاب في تاريخ مبارك وكنت انا موجود في جناح وزارة الثقافة وكان معايا الدكتور جابر عصفور والدكتور فوزي فاهمي رئيس الاكاديمية والدكتور والستاذ محسن شعلان راح بطلع عليه ولفيف من الاساتذة بطريقة بستاذ فاهمي المهندس هو المعرض ده والبدلة دي بتاعت فروح حسني كانت رصاصي ماشي وكان زكريا عزمي وانا كنت هناك لي انا عمري مرع يعني كان بيني وبين مبارك زي الرجل ابو جارفتة برتقاني ده بالزبط يعني انا كنت شايف مبارك كده بس كنت مرعوب بقى بصراحة يعني اقولك الحقيقة عالي انا هنجزب عليك يا ابن عمي ليه بقى لان نجيب صورة اسأللي ان الريس عارفك وهو اللي حميك من وزير الداخلية حبيب العدلي فانا قلت حاجة من اتنين مبارك لو شافني اما ان انا هينبسط مني وابقى عنج معالمي او لو مددق مني لان هو بتاع تلفزيون كان الله رحمه ممكن يقوللي حاجة بيخة فهينكل بي وحبيب العدلي يلاقي فرصة انه ينكل بي فعملت ايه والله على ما اقوله شهيد جبت الدكتور جابر عصفور وقلتها دكتور جابر ممكن تقف مكاني هنا قال لي ليه قلتها استخبى قال لي تستخبى ليه وقلتها مش هايش يشوف مبارك انا مش هايش يشوفني كان مبارك واقف يشخط في بتوع وزارة الثقافة على معرض الحضارة متحف الحضارة قالوا له خمس سنين مع يونسكو قال لهم سنتين يا زخيرية سنتين واستلم المتحف ده انا بحكي حكاية دي كلها عشان بس اقولي ان مبارك كان حريص رغم كل عيوبه كل عيوبه كان حريص من بداية توليه سدة الحكم كان حريص على افتتاح معرض الكتاب وكان بعد الزيارة دي يقعد مع الكتاب والمفكرين يجبهم له كده ويعمل ندوة يتكلم فيها مع الكتاب ومفكرين وكانت هذه الندوة لا تزاع ما كنتش بتزاع كانت تبقى ندوة كده بدون كاميرات يعني فشوف بقى مبارك كان حريص على افتتاح كل سنة معرض الكتاب الجعر ما فيش بعت مصطفى مدبولي حتى لو بص افهم ما تقوليش في الهند وفي السند الله خليك معرض الكتاب ده اقتصاد للدولة نفهم بقى بعض كده ونكلم بعض معرض الكتاب ده داخل للدولة اقتصاد للدولة عندنا حاجة وخمسين دار نشر يعني انت لو تعمل سيرش كده على معرض فرانكفورت الدولي للكتاب الدوحة للكتاب هتلاقي الدول كلها بتقف وراء المعرض بتاعها لان ده داخل اقتصادي للدولة فحضرتك سايب خمسة عشر يناير انت حرر تكرهها وسايب معرض الكتاب ورايح تقعد في الهند عشان تتقال وز نعم شوف انت بقى بتحب الافيال ما عرفش بس يعني مفروض ان ليه مبارك كان بيروح هو مبارك بيحب الكتب بس رئيس الدولة زعيم الدولة لما يبقى وراه معرض الكتاب معناه انه بيدي رسالة الى العالم وإلى دول النشر في العالم وإلى الكتاب في العالم ان انا الدولة المصدية بنتدعم هذا المعرض انما حضرتك رايح كده عدلي في الهند بالخمستاشر عشين واحد دول اللي مسكين اعلام بص اهو وسايبهم الله يرحمك ابو علاء ولا يوم من ايامك ابو علاء لا انا مش قصدي اعني ابو هزر بس بص الفرق بين الاتنين دايما نقول لكم احنا قمنا بصورة على مبارك دي حقيقة مبارك كان فاسد دي حقيقة فاسد مش لكن مبارك كان رجل دولة الان وقعنا في رجل لا يعرف معنى كلمة الدولة فيعني المهم انطلق معرض الكتاب عشان نخلص وزي ما قلنا ان معرض الكتاب السنة دي مختلف وجاي في ظروف صعبة ومعرض الكتاب كان يحتاج الى دعم من الدولة ادي خبر في البي بي سي بيقولك الفضيحة بقى خش على الفضيحة يا رايح كتر من الفضيح البي بي سي بتقولك المصريون يعرضون التقسيط لشراء الكتب مع ارتفاع تدخم تخيل في البي بي سي تخيل انت دور نشر انت صاحب دور نشر مثلا في ايطاليا في انجلترا تيجري دولة اه عاملة كده هتبيع كم كتاب يعني وموظفين رايحين جايين وبتاعها تبيع ايه الكاتبة راشا الجزار دعت الناس للمشاركة في معرض الكتاب حتى اللي مش قادر يشتري ايه دي خده يروح من اجل خلي بالك من اجل بقاء المعرض واستمراره ادي الكاتبة راشا وانا اقايدها بكل قوة اللي عنده قدرة مادية يروح معرض الكتاب يروح اللي ما عندهش قدرة مادية وغاوي وكان متعاود يروح كل سنة يروح روحوا ادعموا بقاء المعرض وشجعوا استمراره وشجعوا دور النشر اللي اشتغلت وانتجت محتوى قيم ثقافيا في ظروف وتحديات صعبة جدا روحوا من اجل بقاء معرض الكتاب احد منارات مصر الثقافية ده نعزم ده نعزم امير قطر على معرض الكتاب والله بكرم انت اعزم امير الكويت اعزم محمد بن سلمان اعزم رئيس وزراء اليونان يعني اعمل داوشة انا بلد بلد دي دور نشر دي فلوس ناس دي سمعة بلد ده معرض بقاله اربعة وخمسين دورة يعني اربعة وخمسين سنة لكن ما يفهمش عن الدولة انما الحقيقة احنا تابعنا في اول يوم معرض الكتاب او حصل اغبال كبير زي بيقولوا يعني الناس الحمد لله ودي حاجة ايجابية في حد ذاتها وانا قلت مبارح كده يا جماعة اللي يروح عايز تفسح يروح اللي يروح عايز يتنطط يروح اللي يروح عايز يشتري كتب وعنده يشتري انما روحوا معرض الكتاب روحوا بص ما شاء الله والله حاجة تفرح والله حاجة تفرح روحوا معرض الكتاب بكسافة وقوة انا معرفش بقى فين دلوقتي انا كنا بروح الاول في العباسية في مقنية ناصر يعني معرفش اتنقل فين انا بواباد دي معرفهاش بص ما شاء الله ايوة كده يا جماعة والله والله دي حاجة حلوة جدا 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 معرض الكاهرة شباك التذاكر بقى وخمسين بصوا إليك تحت رعاية تحت رعاية الجلنف تحت رعاية الجعر والله جاء الزمن وبقى يكتب تحت رعاية الله يرحم التيشرت اللي كان من العتبة وكان أصلا مكانه كان إنك تمسح تسايق بيسلم إنه محلو ده كويس يعني في ظل ارتفاع أسعار الكتب الحقيقة الفضيع انتشرت دعاوة لمقاطعة معه لكتاب لكن اتحاد النشرين في التجامع الخامس أنا معارفش أمار لكن اتحاد النشرين الحقيقة بيقول إنه مفيش مبرر في الارتفاع أسعار الورق والطباعة غير مبرر للمقاطعة مفيش أي مبرر للمقاطعة يعني أنا بحرد المصريين رسمي على زيارة معارض الكتاب هتشتري مش هتشتري روح معارض الكتاب روح وتمسكوا بأي حاجة كانت موجودة من سنوات لأنه أنا شايف إن حاجات زي كده لو ضاعت ماذا تبقى لنا والله نحن عندنا سمعة ده أنا قدامي خبر دلوقتي منسوب إلى نائب رئيس غرفة صناعة دمشق بيدعو الصانعين السوريين في مصر إلى العودة زاعماً أن مصر متجهة إلى الإفلاث خبره هو هاتوا على الله يخليك عشان بس إيه معلش يقولنا يعني إحنا وصلين لمرحلة كارثية الخبر أهو قدام حضراتكم أهو أنا نقلت البوست أهو زي ما هو نائب رئيس غرفة صناعة دمشق يدعو الصانعين السوريين في مصر إلى العودة زاعماً أن مصر متجه إلى إفلاث نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعجي هاتقستو بقى طالما هو فيه الرجل ده طلال قلعجي اعمل سرش عليه كده الله يخليك مصر تواجه الصعوبة في الاستيراد وحسب درساتنا نرى أن مصر تذهب للإفلاس كما حدث للبنوك اللبنانية يا سنة سوخة يا سنة سوخة دي كارثة دي كارثة دي كارثة حضرات لو ده حقيقي لو اللي قدامنا ده حقيقي يبقى ماتت وإلى الأبد إلى الأبد انتهى الشعار بتاعه أحسن من سوريا والعراق يعني انتهى الشعار اللي هو كان يقول إيه انتهى الشعار ده خذ يا عم قادي خبر تاني أسوأ بس خذنا الأول نشوف الأستاذ طلال ما اسمه طلال؟ طلال قلعجي الأستاذ طلال قلعجي منسوب لي إنه قال مصر تواجه صعوبة في الاستيراد وحسب دراستنا نرى أن مصر تذهب للإفلاس قطع شوية أيوة إيه بقى الموقع برافو عليك إيه موقع عبيبو إيه الموقع عبيبو انت بتلاقيبني عبيبو إيه الموقع أنا عايز اسم الموقع انت ما جبتلش اسمه أنا عايز اسم الموقع إيه اسطنبول موقع سوريا غرفة صناعة دمشق تحزم إفراسماس وتدور الصناعين السوريين إلى موقع اسمه سوريا العودة للعودة غرفة صناعة دمشق وريفها تخيل مش بس كده ده كمان في حد بيقول اهو بتاع الراجل اهو لا نستطيع تربية المواشي السودانية في مصر بسبب ازمة المياه وكيلو اللحمة يحتاج لاثنين لتر مية شرب بجانب مياه الرأي التي ستحتاجها الاعلاف زراعة الاعلاف اهو قدامكم ومنسوب هذا الخبر الى السيد عمين ام خليل رئيس خطاع التجارة الداخلية لا نستطيع تربية المواشي السودانية في مصر بسبب ازمة يعني تخيل الراجل بتاع سوريا بيقول اهو هاتبقى معلش الراجل بتاع سوريا تاني الله يكريمك بيقول نصا اهو انه يا جماعة اهو ندعو الصناعين المصريين السوريين انهم يرجعوا تاني لانه مصر بقت مهددة اه نحو الافلاس وزعمت انه مستعدة لمدلاعون اجل عودتهم من سوريا الاساس طلال قلعجي ان مصر تعاني وتواجه الصعوبة في الاستيراد ولديها ترشيد الاستيلاك وبحسب درستنا نرى ان مصر تذهب للافلاس كما حدث من البنوك اللبنانية وفق ما نقلته عنه ميلو دي اف ام المقربة من النظام من نظام بشار الاسد كرسة كرسة نطلع فاصل نكمل بقى الخبر الاخير من المغرب حالة من الجدل في المغرب بعد تصريح من وزير العدل السيد عبداللطيف وهبي اللي طرح قانون بي نص على امكانية ان السجناء يدفعوا مبلغ مالي مقابل مدة الحبس يعني واحد عليه حكم حبس زي مرتنى منصور كده بدل ما يروح ينفذ يدفع مبلغ مالي ونسألت هل القانون ده هيتنفذ فعلا هل يكرس قانون وزير العدل المغربي العقوبات البديلة وقع ان السجن للفقراء فقط يعني هيبقى السجن للفقراء مين بقى ممكن يلقط الخط ده هو مين 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 يقول يا أولادي الذين المغربة بتفكر كويس احنا نقود الفكرة دي اللي عنده سجن اقل من يعني سنتين واقل يدفع فلوس وهو يدور يسجن في الناس ويدفع عن فلوس على اي حال المغربة على سوشال ميديا انتقلوا تصريح وزير العدل وقالوا ان ده بماهد يكون انا السجن للفقراء فقط مش دي مشكلتي بقى بس خلينا نشوف المغربة قالوا ايه هذا يعني ان القانون سوف يخدم اكتر فاكتر من كان ابوه غاني طب صح صح ما انا هقولك بقى على حاجة جميل حتى السجن سيصبح حكرة عن الفقراء بدل ما يقع في خفاء سيصبح عين عينك صح فدوة السجن عقوبة الاصلاح والتأديب والتأهيل لعادة الادماك في المجتمع والمال لن يقوم بهذا الدور بل سيسمح لمن يكسبه بالتمرن اكتر واكتر ان كانت النية هي الاصلاح ليمكن استبدال هذا المخترح بالعقوبة البديلة اذا لم يكن السجين مجرم مجرم اللي بعده اه تصور معايا تكون غادي يخرج واحد يحق يجبز عليك بسيف يحكم عليه بعمين يمشي يخلص ويخرج يعني خاصة حيطنا انت تمشي تهزي السيف وتشجه باش ترجع حجك انا ياسف يا محمد والله بسمي يعني انا حاول اقرأ لعجة المغربية هل وهبي لذيذة مخاوف ان يحاسب او يحاكم عليه بالسجن واراد سن قانون شراء مادة السجن بالمال حتى يتمكن من شراء مدد حكمه انا بقولك ها جماعة اخوانا في المغرب طبعا الفكرة دي انتو فكرتوا فيها هتئزون بيها لان السيسي ياخدها ودولوا يسجن في مصر كلها واللي عايز يطلع يدفع بس عايز اقولكو على حاجة زمان في غالبا في الامبراطورية الرومانية كان ولاد الملوء الامراء بيتعلموا في الاكاديميات وكان ابنه كل امير بييجي معاه ابنه واحد فقير في سنه بنفس الطوله كده وفي سنه يعني ابن الامير جاي يتعلم وجاي معاه ابنه واحد فقير يتعلم في نفس سنه وفي نفس عمره يعني ايه بقى ابن الامير ده هو اللي بيتعلم طب ابن الفقير جاي ليه جاي ياخد العقوبة يعني لو ابن الامير غلط اللي يتضرب ابن الفقير المرجع سألنا المرجع كتاب الطغية الامام عفتاح كان يتضرب ابن الراجل الفقير هو مهمته رايح يتضرب بدل الواده فانتوا بقى هتبقى كده الحكاية اللي عند عقوبة أقل من سنتين سجن ومعاه فلوس يدفع اللي ما عندوشه فقير يتسجن خلنا نطلع فاصل ونعود بعد الفاصل اهلا بكم في سوتك واصل وسوتك واصل الحقيقة بنعتذب برضو ان احنا بقى ما عودناش بناخدها كتير يوم دول لضيق الوقت يعني ما في قضية اللي لو بتهمنا لكن الثلاث ساعات بيخلاصوا وإحنا عندنا مواد تانية ما بنقولهاش عشان بس الناس اللي بتقعد تقول انتوا يعني بتشتكني راسيلي ما بتوصلش دي وسائل التواصل اللي بيننا وبن بعض اللي تلقي الشكاوى بتاعتكم ومشاكلكم بنشكركم عليها جدا وعلى ثقاتكم جدا خلنا نبدأ اول شكاوى من شكاوى من العثور على عقاب سجائر فروز التموين سجاير الناس بتلاقي سجاير فروز التموين وبرضو فيه شكاوى في الخارج مصريين في الخارج من تعنت البنوك في تسليم الحوالات برضو فيه رسالة للمصر النهاردة بتحكي عن مدى صعوبة الجواز وارتفاع التكاليف هناك برضو شكاوى من شركة الكهرباء بسبب اصدار فواتير خاطئة لأشهر فيه شكاوى سوئين التكاتك من بلتجية السيرفيس وسحب الرخص خلنا اخد اول رسالة من هاني من القاهرة هاني بيقول لي استاذ محمد رز التموين اللي بيتقالوا انه هندي اهو فيه عقب سجاير حتى الروز بتاع الغلابة مش سالم من شرهم وبعت صورة كيس الرز وصورة اهي اه طلع السورة علي بعد اذنك بيقول لي وقادي صورة كيس الرز اهي ابعت اه اهو رز ابيض هندي تاب والمصري فين نعم ده احنا هنا في بلاد الفرنجة بندور على المصري والله وبنلاقيه على فكرة هندي يعني حاجة عجيبة جدا انك انت برا مصر بتدور على الرز المصري تلاقيه جوه مصر بياناكو الرز هندي والله يعجز تعجز اللغة يعني وده اللي احنا كنا اتكلمنا عنه قبل كده هنا في مصر النهار ده وعرضنا توجه الحكومة لطرح سلع بجودة قليلة في تفاصيل الخبر ده فاكر انت توجيه حكومي لطرح اصناف شعبية من السلع الغذائية بصعر اقل يعني راحين العين نشتري زبالة الرز هم اللي قالوا كشف مصدران مطلعان عن توجيه حكومي لأصحاب مصانع السلع الغذائية بالتنوع في اصناف المنتجات اللي يتطرحونها من حيث الجودة والسعر على ان يتم تحت الاصناف الاقل جودة بسعر التكلفة وتحميل زيارات في الاخر لنا الله والله طيب نروح سريعا برضو الى ملف تاني خطير عن المصريين في الخارج واحد متغرب وسايب بيته واهله عشان يعرف يعيش بيته واهله جوه مصر ربنا كرمه بيبعت حواله لمراته فيلاقي السيسي بيعمل معاه اللي بيحكيه لأستاذ سعيد المصري في الكويت بيقول لأستاذ سعيد أستاذ محمد أنا راجل في الكويت حولت حواله للجماعة عندي في مصر أستاذ محمد أنا راجل في الكويت وطول عمرك هتفضل راجل يا سعيد حولت حواله للجماعة عندي الجماعة دي مصطلح مصري بنقوله على الزوجة حولت حواله للجماعة عندي في مصر الموظف البنك في مصر قال لها لازم تحميل حساب وتحط فيه 150 دولار وما ينفعش أدي لك حواله إلا لما تفتح الحساب فقالت حضرتك تشوف المشكلة دي على فكرة سعيد أن المشكلة دي كانت عندي حد ألهالي قبل كده برضو وأنا بدور لك على مين اللي ألهالي قبل كده نفس المشكلة دي بالزبط والله حد ألهالي وقال لي حد بعيدتلي بيقول لي على فكرة الرز الهند ده وحش جدا محدش بيشتريه أصلا طيب سعيد المشكلة دي بتاعت المغتربين دي حد ألهالي بقى تهالي قبل كده أن مصري في السعودية مثلا في الكويت في السلطنة عمان محول لمراته حواله فتروح البنك تصرفها فالبنك يقول لها بص يا مادام عشان تصرفي الحواله دي لازم تفتحي حساب وتحطي في الحساب ده 150 دولار ومشديك ما قدرش أصرف لك الحواله اللي جايبها لك جوزك ده إلا لما تفتح حساب وتدفع 150 دولار هو السؤال بتعمله في الناس دي ليه كده وده على فكرة سيبك من بقى والناس بقى وعايشة غور دي خسارة للبلد دول أكبر ناس دخلوا للبلد في الوس دخلوا من كم سنة يمكن من سنتين دخلوا لمصر 30 مليار دولار تحويلات المصريين في الخارج كانت 30 مليار دولار يعني أقوى من قناة السويس وأقوى من كل حاجة والسياحة يعني لو عطيت قناة السويس على السياحة مش زي الاتنين على بعض مش زي المصريين في الخارج ومع ذلك هون جزاتهم أنه كنت تشتغلوا معهم بطريقة النخاسة والمرابين كده بص يعني شغالين معهم شغل بلاش بلاش كده 200 مليار جنيه في الطريق ماذا لو نجحت مبادرة كل ده أنت بينحتهم الرجل بينحتهم يعني هو جي مشكلة السيسي والله والله العظيم مشكلة هو نظامه بينحت أي حاجة شف في التقريب ده في الجراف ده مصر أعلى دولة عربية ده 32 مليار كمان أعلى دولة عربية في تحاولات المصريين في الخارج تخين نقلا عن بلومبرج كيف تساهم دولارات المغتربين في اقتصاد بلدهم بص مصر 32 مليار دولار المغرب ولا نصنا حتى أقل من نصنا السودان أقل ملحوظة لا يوجد بيانات حديثة سوريا وليبيا وليمن المصدر البنك الدولي يعني البنك الدولي بيقول إن المصريين في 22 حولوا لداخل مصر 32 مليار دولار القناة السويس نهار ما تتمعظم قالك 8 مليار ده نهار بقى مدربها الدم يعني السياحة نهار ما جابت الضرف 12 مليار حاجة كده يعني يعني لو حطيت السياحة على القناة السويس ما جابتش نص البتاع ده تقريبا نص التحولات المصريين في الخارج فيكون جازاتهم إن انتو تحلبهم بالطريقة دي بمناسبة الأحوال الشخصية والسندوق اللي السيسي عايز يعملوا عشان يبازنس عالمصريين عالشباب يعني أنا عايز بس السيسي يخلي عنده شوية أحمر ويسمع كده الرسالة دي من ياسمين دي ياسمين بقى لسه عروسة جديدة وبال أمالتكم ياسمين من منوفية السلام عليكم يا سيد محمد كنت مترددة كتير أكتب لك الرسالة دي عشان ما تربناش إننا نشتكي لحد غير ربنا يعني ما تربناش إن احنا نشتكي لحد غير ربنا دا كلام ياسمين بسببك أنت وبرنامجك بالصدفة منعتنا من جريمة كنا هنعملها يوم ما تكلمت عن الزوج والزوجة اللي انتحروا بسبب الديون في شبين الكوم بعد ما كان هيكون مصيرنا زيهم بس الحمد لله ربنا سطر احنا برضو من المنوفية ومتجوزين من فترة مش كبيرة ومن يوم الخطوبة وإحنا سندين بعض وبنسعى للحلال للأسف اللي بقى صعب في مجتمعنا في مجتمع بيعجز أي واحد عايز يعمل حاجة صح احنا عشان نتجوز بقينا مديونين ب300 ألف جنيه بسبب القروض بتاعتي وبتاعته بندفع كل شهر 10 تلاف جنيه وقلنا انه من شغلي وشغله ربنا يرزق ونسد ديون ونعيش بما يرضي الله وحصل اللي ما كناش اللي ما كانش متوقع ان الشغل اللي كنا فيه صفى الموظفين لعدم وجود رواتب للموظفين دلوقتي احنا مش عارفين نعمل ايه عشان نلاقي لؤمنة كلها تعبنا من السلف هنا من هنا وهناك نزلت استغلت في كوافير وهو جزء يعني بقى يسوق توك توك مفيش اي مصدر الداخل بقى كده هنتحبس احنا الاتنين احنا اصحاب مؤهلات عليا معانا كليات بس الشغل فجأة اتمنع بقى حاجة مضرة بالصحة ولما لقينا شغلة مرتبها مايكفيش حتى عيش الحاف انا بقيت شايلة هم يوم مروح اولد في المستشفى يا ترى هلاقي فلوس ازاي ولا لقصات هتدفع ازاي وهنسد الباقي ازاي ايه الحل انا مش عارف الحل ايه بس انا عندي امل ان في حد اي حد يعني ربنا سخره دلوقتي يتفرج على رسالتك دي ويقدر يساعدك يعني انا ده الامل يعني عندي معرفش وانا بقرر رسالتك يا ياسمين انا كنت مت يعني على يقين انه ربنا سخر لك حد دلوقتي يسمع رسالتك دي ويقرر يساعدك لانه انت ملكيش حل ملكيش حل عندي يعني وانا قاسف ان انت وجوزك اتبهدلتوا البهدلة دي ولسه متجوزين وانت عروسة جديدة ولسه حامل وعليكو 300 الف جنيه 10 تلاف جنيه كل شهر والنبي محدش يقول لي وهم يعملوا نفسهم في ليه كده بلاش بلاش الداء اللي في المصريين كلهم اسوأ واوسق حاجة في المصريين ان احنا ناخد كرسي ونعمل قضاء على بعض بلاش خلاص اللي حصله وحمق وعمله كده بلاش نمهاش في بعض نتقل الله في نفسنا مرض عندنا مرض يا ربي في مصر مرض اسمه الحكم على الناس مرض مرضة هي كان يعمل كذا هي كان يعمل كذا ده لابس ليه كده ده بيعمل مش عارف ايه ده بيكلم ليه كده مرضة ملاش ليه في كرسى ليه في كرسى خلاص دخلت الكرسى نقب بقى ناخد كراسي القضاء كده ونحكم عليها ونقطع ننس اللحمها ولا ندور على طريقة ساعدها خلاص انا بربي انا بفكر في طريقة اعرف اساعدك بيها انا يعني شخصيا بس انا مش اعرف لان انا لو ساعدتك هدخلك السجن لو فكرت ازاي ساعدك هدخلك السجن بس انا عندي يقين ان ربنا برحمته كده سخرلك حد يا ياسمين يقف جنبك مرة تانية هاقرر الرسالة دي للناس لعل حد دخل دلوقتي هي رسالة من ياسمين لانه السيسي ما عندهش دم ومش هيزعل ولا هيأثر ولا هيكون عنده اي ما بي يعني ما فيش يعني لكن ياسمين بتقول السلام عليكم استاذ محمد كنت مترددة اكتب لك الرسالة دي عشان ما تربناش اننا نشتكي نشتكي لحد غير ربنا بس بسببك انت وبرنامجك بالصدفة منعتنا من جريمة كنا هنعملها لما لك الحمد يوم ما اتكلمت عن الزوج والزوجة اللي انتحروا بسبب الديون فيش بين الكوم بعد مكان هيكون نصرنا زيهم بس الحمد لله ربنا سطر احنا برضو من المنوفية ومتجوزين من فترة مش كبيرة ومن يوم الخطوبة واحنا سندين بعض وبنسعى للحلال اللي للاسف بقى صعب في مجتمع بيعجز اي حد يعمل حاجة صح احنا عشان نتجوز بقينا مديونين بتلتمية الف جنيه بسبب القروض البتاعتي وبتاعته بندفع كل شهر عشر تلاف جنيه يارب ما يكون بقى رصح عشر تلاف جنيه وقلنا انه شغلي وشغله ربنا يرزق ونسد الديون ونعيش بما يرضي الله وحصل اللي ما كناش متوقع اللي ما كانش متوقع ان الشغل اللي كنا فيه صفى الموظفين لعدم وجود رواتب للموظفين دلوقتي احنا مش عارفين نعمل ايه عشان نلاقي لؤمنة كلها عفاك دي حامل وتعبنا من السلف من هنا وهناك ونزلت اشتغلت في كوافير وهو بقى يسوق توك 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 وما فيش اي مصدر دخل للكده هنتحبس احنا الاتنين احنا اصلا مؤهلات عليا معنا كليات بس الشغل فجأة منع بقى حاجة مضرة بالصحة ولو لقينا شغلة مرتبة ما يكفيش حتى عيش حاف انا بقت شاي لهم يوم ما اروح اولد في المستشفى يا ترى هلاقي فلوس ازاي ولا الاقصاط هتتدفع ازاي ايه الحل وبتسأل وسايبالي اربع علامات استفهام انا مش عارف اعملك يا ياسمين بصراحة لكن لكن اهم حاجة ان انتو مفكرتوش او لغيتوا فكرة الانتحار يا ياسمين دي افضل حاجة لانه الانتحار ده يأس يأس من رحمة ربنا يا ياسمين يعني كأنك انت يأسة من رحمة وده كفر يعني محدش يأس من رحمة ربنا ظروف صعبة كده هتلاقي يعني انا متأكد انا متأكد انه ربنا رحمته كبيرة متأكد انه ربنا هيسخر لك حدد يدخل ويحل الازمة دي انا مش عارف ايه رسائل بقى فهنا نطلع فاصل ونرجع تاني ان شاء الله قبل ما نبدأ تريند الحقيقة انا عايز اشكر يعني الاخوة جالنا كم رسائل هيلة لمساعدة الاخت ياسمين فانا شخصيا جالي والاعداد جاله فالحمد الله انا كنت واثق اني ربنا هيسخر لها حد يحللها ازمتها فالاخوة اللي بيتكلموا او اللي عايزين رقمها الاعداد هيبعث لكم رقم ياسمين لان انا ما اشعر ان اتصال بيها هو الاعداد هو اللي عنده الرقم فبشكركم جدا لكن قبلوكو كمان بقول الحمد لله وعايز اقول لي ياسمين وجوزها طمني وزي ما قلتلك متيقسيش من رحمة ربنا اناسف جدا كلا بود من المقدمة دي لكن خلونا نبدأ على طول أه ما تيجي نغزهم شوية وننكد عليهم تحت المعنى ده كتب عدد من الرموز والكتاب وانه شطاء في ذكرى 25 يناير معتبرين ان التذكير بيناير واجب في ظل المحاولات المستمرة لمحوذ ذكرى يناير وعشان الثورة لسه مستمرة فلازم نفرح عشان ده بيغيز اعداء الثورة زي ما كتب الاستاذ اسعد طاها كتب التغريدة دي بيقول اني افرحوا فهذا يحزنهم صورة 25 يناير فعلا ذكرى ثورة يناير بتحزنهم وبتفكرهم ان فيه شعب قادر ينتفت في اي لحظة عشان يغير حياته وعشان كده لا السيسي ولا اعلامه ولا اجهزته الامنية بتجيب سيرتها خالص سيرة الثورة ورغم ان السيسي في الدستور بتاعه في الدباجة الدستور اللي اقسم عليه في هذا الدستور في صفحة واحد في الدباجة بيمجد في صورة يناير ده اللي انا قلته مبارح وده اللي كتبه جمال سلطان كتب بيقول اني اه بامس كانت ذكرى 25 يناير وفقا للدستور الذي اقسم السيسي على احترامه والدولة ملزمة باحترامه اعلام المخابرات والاجهزة بكاملها صحافة وتلفزيون تتجاهله لا مقال لا صورة لا تحقيق لا ند ولا شيء كأنها لم تكن يحاولون دفنها لانها كابوس لأي طاغية وشعارها يسقط حكم العسكر مش بس كده انا بس عايزك تركز معايا والنبي عايزك تركز معايا مش بس اعلام العسكر او حتى اعداء صورة يناير هم اللي تجاهلوها ده ابراهيم عيسى اللي شارك في صورة يناير ابراهيم عيسى اللي لولا صورة يناير كان زمانه السجن ابراهيم عيسى اللي لغلغ وربا شحم بعد صورة يناير طالع يقول ثورة مختلف عليها ثورة يعني كانت معصخة شوية إبراهيم عيسى والله يا بيبو طالع يقول كده مبالح إبراهيم انت واصل لمرحلة لو أقولك تخلى عن زوجتك هتاخد فيها هتقوله أسيبها ثورة يناير إبراهيم اللي انت كنت واحد طول الوقت في الشارع فيها ثورة يناير اللي بعدها عنت فيه خديتك وبعدها بقت نجم وبعدها نزلت عليك الفلوس بترخ ثورة طيرانة اللي قبلها ما كنت مش تشتغل ما كنتش لقي شغل اللي قبلها مبارك أعادك في البيت وكنت مهدد بسنة سجن ويقول له مكرم محمد أحمد الله يرحمه بقى لما انت بست على إيده عشان يتوسط عند مبارك ده اللي قال لي مكرم في خناة المحور حتى إبراهيم عيسى ده طلع يقول الثورة الوحيدة اللي المصريين كانت ثورة هي تساعتاشر لكن ثورة يناير مختلف عليها تخيل طب حتى ثورة تساعتاشر مختلف عليها بالمناسبة يعني ده الأنبياء مختلف عليهم ده الأديان مختلف عليها إنما مش مهم ما كانتش مؤامرة إنما ثورة شعبية عظيمة تم بتقموه هو إبراهيم عيسى هو إبراهيم بعض الناس ندمانة على قيام ثورة ده طلع يقول كده مبارح تخيل إبراهيم عيسى اللي قابلها قسما ما قابلتكش أنا عند آخر ساعة إبراهيم سوري عند آخر ساعة فص البلد بالليل وإنت مش لقيتها كله مبارك قعدك في البيت دي صورة يناير بس هما دول اللي على كل يون يا بطستة إنما الناس كانت ما كانتش مؤامرة إنما صورة شعبية عظيمة تمت تأمر عليها ده اللي كتبوا الكاتب الروائي عمار علي حسن فكتب بيقول دي مبارح أم حين أخرج من شقتي يسبقني الأمل هو بيقول كده وأعود في النهاية في نهاية المساء وأنا قابض عليه تقع عيني على مرسق بوجوه بعض شهداء صورة يناير على باب شقتي موضوع منذ فبراير 2011 فأمعن النظر فيهم وأقول لهم بكل وجداني وعقلي في زهابي وإيابي وهم يسمعون والله لن أخون دماءكم أبدا حتى لو انضممت يوما إلى قافلتكم البريئة الجريئة لم تكن يناير مؤامرة إنما صورة شعبية عظيمة تم التآمر عليها وحط صوره الورد اللي فتح في جنيا مصر دو الأول شهداء يناير الميزة الأهم الحقيقة أبراير ميزة جيبتوا أهو صورة 19 الوطنية الوحيدة وباقي الثورات سياسية ومحل جدل سنة 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 الخاميس 26 يناير النهاردة وقل المبارح صورة 19 هي الصورة الوحيدة الوطنية الوطنية الوحيدة وباقي الثورات سياسية ومحل جدل يعني مش تاشى لديه دو برايم عيسى دو برايم عيسى مش تاشى لديه خالص دو برايم عيسى اللي لحم فخاده من صورة يناير ينسى هو قناة تحليل دخلها بولا مليم بولا مليم مع محمد مراد على يدي بولا مليم خرج منها لما المجلس عسكال اشتراها بخمسة مليون ولما الضرايب قاليت له ادفع قال له من انا خرج بخمسمائة الف بس دو برايم عيسى بقول لك الصورة الوحيدة الوطنية هي صورة 19 اما باقي الصورات في محل جدل يا ولد الميزة الاهمة في صورة يناير ولكن كانت تراكم سنين ده اللي اكرته النشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري اللي قالت انا الصورة بالنسبالي اهميتها في فكرة انها مش وليدة اللحظة وان في ناس قبلنا عفروا في ظروف صعبة وناس فضلت مصدقة وناس احبطت وقامت والاهم الشعب غفل كل الناس وبين وبين قد ايه بيقدر يخزن ويحتفظ وتحفظ وبين انه مش مهتم لكن في اللحظة المناسبة بيطلع من كل حتة صورة يناير اهم درسها انها تراكم سنين ولحظة مناسبة وناس كان عندها امل من ناحية تانية الصورة سرقت عشان الشباب عزف عن السياسة ده كان رأي رجل الاعمال نجيب سويرس اللي قال في ذكرى 25 يناير الفكرة كتب فيها كلام كويس اتذكر مشاعر كثيرة والحركات السورية الاولى وشجعتها ووطنيتها وهي وحركة كفاية وستة ابريل في بدايتها وكل من ساهم في هذا اليوم من شباب هذا الوطن الجميل الذي اجتمعت به كثيرا لمنع ما توقعته من سرقتها وما حدث لعزوف الشباب عن السياسة لكن تظل ذكرياتها في وجدانا والله تحية ان نجيب سويرس او والله العظيم بامانة تحية ان نجيب سويرس لما تقارن اللي كتبه او اللي قاله ابراهيم عيسى ونجيب سويرس تحية لنجيب سويرس بيقول تظل في النهاية في وجدانا على اي حال لأ ونجيب اصلا راجل قرصان يعني ده راجل يقدر يبيع الثورة في ثانية يعني انما الراجل لسه فكلها حاجات لا مش عشان الشباب عزف عن السياسة يا نجيب عشان الانقلاب العسكري اللي انت مولته وطبله وهلله الشباب يا نجيب ده اللي قالوا له حاجات وبص يعني بص سويرس لا مش بعض الناس سيق بعض الناس هاتي بتاعت صورة تسعة سيقر الوطنين الوحيدة انما سيقر اهو ابراهيم عيسى صورة تسعة تاشر هي الصورة الوطنين الوحيدة وباقي السورات السياسية ومحل جدد سياسي نجيب سويرس بيقول اتذكر مشاعره واتذكر الشباب بتوع ستة ابريل ومش عارف الاستراكين السورين ومش عارف ايه وبيقول بقى انما تظل ذكرياتها في وجداننا ده الفرق بين رجل اعمال قرصان وبين واحد مفترض انه صاحب موقف ومثقف بس تسور بيلعبه بده بده الادوار ابراهيم عيسى بقى تاجر ونجيب بقى راجل اديب بس في حد قاله لا مش بسبب عزوف الشباب بسبب الانقلاب يا نجيب اللي انت مولته وطبله الشباب يا نجيب في السجون زي ما كتب الحساب ده حد كان بيفكره بحمد دومة وحد بقى بقوله الشباب دولهم انه بص بسبب دول انه انت اللي مولت الانقلاب ده بسبب احمد بقى تسجن علاء الفتاح والروبي وجهاد الحداد ومحمد عادل واحمد عارف ومحمد القصاص والاف غيرهم اتجمعوا في السجون دلوقتي ناس محبوسة ومتبهدلة طول السنين اللي فاتت دي بسبب الانتقام من يناير زي ما قالت مونة سيف اخت على لعب فتاح فقالت ساعات بخاف تبقى ذكرى وهيبقى ذكرى ازاي ست عايدة وهم حبسينهم وهم بهدللنا كل حبسينهم وهم بهدللنا كل السنين دي على حسر حد الوقتي واللي بيحكمونا مكملين في جنونهم وجبرتهم وعنفهم وعواصهم ومبيكتفوش كل سنة الواحد يفكر يمكن يكتفوا المرة دي بس مفيش مفيش بلدوزر ماشي بيدوس على البشر وحياتهم عشان بس متمسكين بحقهم في انهم يبقوا نفسهم حتى لو سكتين مش مسوخ عايزيننا كلنا نبقى رماد بشر الحقيقة مش تقول لي عزوف سياسيا كابتن نجيب لكن روح شوف السجون اللي السيسي غرق بيها البلد حزب الله ونعمل وكيل فعلا انت ما تبدي مصانع الناس بتنتحر لكن هيبدل رغم كل ده العيش والحرية والكرامة الإنسانية حق أصيل لكل المصريين ده اللي كتبه الدكتور محمد البلدعي اللي رجع يغرب تاني من جديد وكتب يقول مهما في وسط أصوات متنفرة يائسة وبائسة سيبقى العيش والحرية والكرامة الإنسانية حق أصيل لكل مصري ومصرية كل عام والجميع بخير 25 يناير الكل الحقيقة بيجمع على ان ما فيش خطوة مصر هتتقدم بيها غير لما تحقق أهداف ثورة يناير زي ما كتب الفنان عمر واكد اللي كتب التغريدة دي بيقول مهما عملتم مهما عملتم هتفضل ثورة يناير أنقى وأطهر لحظات عاشتها مصر ومفيش ثورة غيرها ومفيش خطوة هنتقدمها بدون منحق أهدافها الأول وكل اللي بيقف ضدها غالبا مش عايز يبقى لي نئيمة وكرامة وحياة عاشت ثورة يناير وسقط عادها لكن ايه الحاجات اللي افتقرت لها ثورة يناير عشان تنجح ده اللي كتبوا الحقوقي بهي الدين حسن قال أو سأل ماذا افتقرت خمسة وعشرين نئير القيادة القدرة على الإدراك الصورة الكبيرة في المشهد السياسي الموقع الحقيقي للمتوهم لللاعبين الكبار في هذا المشهد القدرة على التركيز الكافي على الهدف الرئيسي البرنامج المدروس تجنب السقوط في غرام مع الشعارات المعسولة واعتبارها حلا لمعضلة البرنامج ده اللي كتبوا الأستاذ وزير التموين الأسبق الدكتور جود عبدالخالق بيدينا أمل في النهاية ان عجلة التاريخ لن تكف عن الدوران وكتب بوست كده ميدان التحرير بؤرة صورة ورمزها الأكبر أصبح أيقونة بينما يدين العالم تتطلع إليه أنظار كل الباحثين عن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لقد كان لصورة خمسة وعشرين ناير موجتان حتى الآن وتم سرقتها مرتين لكن عجلة التاريخ لن تكف عن الدوران طبعا واعتبر هنا ان موجت خمسة وعشرين ناير دي موجتين يعني خمسة وعشرين ناير وثلاثين يونيو وبيعتبر اني خمسة وعشرين ناير يتسرق بالإخوان وثلاثين يونيو تسرق بنوجة نظر وحد تاني مين يسرقكم؟ ده هو اللي طلعكم في ثلاثين يونيو ما تسرقتش ثلاثين يونيو ثلاثين يونيو كانت طلعة عشان تأسس للحكم العسكري مع حد سرقها الرجل طلع من الأول يأسس للحكم العسكري العجلة تفضل تدور عشان ترجح هو الناس البسيطة اللي رجعه تاني يقع تحته سيف المحسوبيات والوسطة والبلطجة زي الفيديو البنت دي دي بنت من كفر الشيخ بتحكي عن حماية مسؤولين في المحليات لأقاربها اللي نهبوا حقها واعتدوا عليها هي وابوها انت يعني انت محترمة وابوك رجل محترم وقالف ربيك في النهاية هتفضل وحدة من أهم المعادلات أو معادلات خمسة عشر يناير والانقلاب عليها انها كشفت قدام عيون الناس حقيقة الكل عارة الكل حقيقة اللي كانوا بيداروا وراء مصطلحات الصورة الصورة المضادة والطرف التالت كشفت المتحولين من إعلاميين وسياسيين ومثقفين وجنرلات زي بقول الكاتب الكبير سليم عزوز اللي كتب وقال ان السبات على الموقف في لحظة الهزيمة هو ما يستحق التقدير فهذه أشجع من جنرلات كانوا مبارك حتى اعتقدنا على غير الحقيقة انهم منحموا الصورة وارجل من إعلاميين كثيرين تحولوا ثم هجموا الصورة بعد انتصار الصورة المضادة في 3 يوليو 2013 عزاؤنا أنهم هم أنفسهم من سيتحولوا المرة الثالثة وسنعرف منهم خبايا المرحلة لقربهم من منظومة حكم الجنرال حتى الخبايا دي يا أستاذ سليم اللي بنكشفه هنا كل يوم في البرنامج ده واللي بيتنشر عنه في الصحف والجرائد العالمية عن السرقات والسمصرة والنعم إلي آخره ده بس كفيل بإنه يقوم صورات تانية ده بس كفيل صوت البنت دي المظلومة دي وصوت بنات تانية غيرها دي حاجات كفيلة بإنها تخلي حياة المصريين كل يوم يناير يناير جديد الحلقة الحد هنا خلصت إلى أن نراكم غدا في حلقة جديدة يوم الحد في حلقة جديدة تصبحوا على وطن خالي من هذه الظلمات خالي من هذا الفقر تصبح على وطن حر تحياتي تحياتي